مع الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك اكتابة أينما كنتم بدأت بالاحتواء والآن روح الظار والنتيجة إجهاض العدلة إبراهيم أهلا بك وشماندس أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك اكتابة حلقة اليوم تحمل الرقم 750 من حلقات البرنامج ويبدأها المهندس عدل بالإشارة إلى عملية قيصرية صعبة لا يمكن قبول هذا الأمر الموضوع بقى مضحك مبكي تجاوز كل الخطوط وأنا مندهش جدا جدا كيف يخسر الشخص مسؤول رصيده اتباعا بهذا الكلام الغير مقبول من مسؤول على مستوى رئيس لجنة الحكام أنه يطلع على طول أستاذ إبراهيم يفسر لك تفسيرات لكنه بيعترف عن تعمد إجهاض العدالة ده كلام مهم جدا في حلقة ثرية هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله المطالب المشروعة والحركات الممنوعة الغربال ملوك الصلاة بجد وبعض متلسانه روح الفار في زمن الاحتواء والشموع الحمراء عن النبيل إسماعيل داود وأسرار الملك سلوك يعيش دائما وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة في البداية عايزين نشاطر المهندس الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأحزام في وفاة المغفور له بإذن الله والده اللواء زكريا سراج الدين الذي وفته المنية بالأمس وجارة اليوم عملية صلاة الجنازة وتشيع الجثمان وتقام مراسم تلقي العزاء السبت في مسجد عمر مكرم للفقيد الرحمة وللأسرة كل الصبر والسلوان الحقيقة الراحل الكريم جمعتني به علاقات مباشرة راجل رحمة الله عليه شخصية جميلة صحيح شديد التواضع شديد الاحترام يعني محدش يتعرف عليه إلا لما احترموا وحبه يعني يتغمضه الله برحمته ويدخله جنته ويصبر أهله بإذن الله كل التعازي للمهندس محمد صراج ووالديته الدكتورة ملك خالص التعازي والمواساة والنهاردة كان مجلس الإدارة وقيادات النادي وكل محبي الأسرة في مراسم تشيع الجنازة إدارة النادي قررت تقديرا لجهود الأبطال وملوك الصلاة في كل الألعاب اللي حققت انتصارات كبيرة وبطولات مهمة السندي إقامة حفل تكريم لفرع النشاط الرياضي اللي حصلت على العديد من البطولات هذا الموسم وإقامة احتفالية احتفاءا باللعبين الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في مقدمتهم فريق كرة السلة للرجال اللي شارك في خمس بطولات فاز بيها كلها وسجل رقم قياسي يحسب للجهاز الفني واللعبين والفريق الأول للكرة الطائرة رجال اللي خد بطولة أفريقيا الأخيرة التي جرت في تونس وأيضا الفريق الأول للكرة اليد للرجال اللي فاز ببطولة الصبر الأفريقي وتأهل المشاركة في بطولة العالم للأندية بالسعودية مؤكد ما يحدث هو ما حدث الأسبوع الماضي في ألعاب صلاة تحديدا هو شيء مشرف للغاية يمكن بطولة كرة السلة تستطيع أن تحصل على يعني اللعبة الذهبية هذا الموسم في النادي الأهلي حققت العلامة الكاملة حتى الآن بطولة عربية كل بطولات المحلية وننتظر البطولة الأفريقية بإذن الله إذن كرة السلة بتحصل طمار بناء سليم اكتمل بجهاز فني على أعلى مستوى روح أعليا تناغم ألف مبروك لكرة السلة كرة الطائرة أستاذ إبراهيم يجب أن نحتفي بها تماما تماما لأن في الوقت الذي أحجم فيه المنافس الذي فاز بالبطولات المحلية عن المشاركة طبعا لصعوبة البطولة أنت كسبت الترجي اللي معرفناش نتجاوزه الموسم الماضي ناية وكسبت لعبة جديدة صاعدة الحسيني وغيره وعودت أحمد قبو دي مهمة جدا جدا وعودت محمد سعيد أحمد سعيد إلى مستوى لأ فيها العديد من المكاسب وحصول المخضرم المعجزة أحمد صلاح على أفضل لاعب في البطولة كل دي مكاسب يجب أن تزهوا بها الكرة الطائرة أما كرة اليد فلا مقبول اللي عملوه كنا نتمنى يفوز النهار ده وكان من الممكن لكن مقبول اللي عملوه وهي كرة اليد اليد خسر يا جماعة كاس الكوس الأفريقية قدام الزمالك في الفاينال 29-28 فارق جول يعني كانت النتاج متأرجعة تخلف بنتيجة كبيرة يعني أثناء المباراة واستعاد زمام المبادرة وتعادل ثم فاز بفارق هدفين أو ثلاثة في وقت من الأوقات ولكن في اللحظات الأخيرة لأنها البطولة بين الأهلي وزمالك بنت غلطة وبنت توفيق حارس مرمى وبنت مين في البلد بنت اتحاد كرة اليد الذي كان له بصمة عميقة جدا في حرمان الأهلي وهذا الجيل من تفوق صاحق على مدى السنوات الماضية وحتى الآن لكن يتعافى النادي الأهلي وكلنا شايفين وبإذن الله المستقبل لهذا الفريق مش عايزين تقصوا على فريقتكو ما تحقق وتعالى ضيف بقى عليهم ألعاب ضاعة في الزحمة تنس الطاولة والسكواش تنس الطاولة الكزب والدورة المجمعة الأولى وصف عسل في السكواش في السكواش ماشي كويس لأ يعني عندك الكراتيو عندك الجنباز والألعاب القوة طبعا دول ما لهم شي منافس قريب والسباحة ولا السباحة ولا ألعاب القوة ولا كذب لكن أنا تحدث أنا متحقق الأسبوع الماضي تحديدا عشان يعني هو مشكلتنا عارف فينا أستاذ أمراهيم الناس مش يتطرق على الرياضة دلوقتي عشان تستمتع إنما تترج عليه عشان تحفل فلما بيضيع منك بطولة يعني أنا أول مرة أشوف هذا الاندفاع من جماهير آله ومنه وصحاب كبار لي كبار في السن كمان عمرهم مهتموا بألعاب الصلاة إن كان يعني هذا العيب يؤدي إلى اهتمام جماهيري إحنا نقبله لكن العيب إحنا نتعامل معه بشكل غير موضوعي أي ما فيش حاجة كده يعني ألمني واحد يقول لي أنا رجل كبير في السن وبحبه أنا في المستشفى وانا مش عارب لا مش كده عشان خسينة موتش الهند بول يعني هو بيقول يعني ما بقاش حمل الصراع دي لكن هي الرياضة صراع والأهلي له نصيب الأسد فيها فلازم نتعامل مع الأمر من هذا المنظور ونحاول نحاول يا سيدي إن إحنا نكسب باستمرار لكن هذا غير متع على مستوى العالم أما كرة القدم حنجلها بالتفصيل لأنها ده موضوع تكريب حنجلها بالتفصيل لكن والمؤنس عدلي بيتكلم على الطائرة يا جماعة ويقول إن هي دي الرياضة وهي دي الكرة وهي دي الروح الرياضية اللقطة اللي أنتوا شايفين هدية في احتفالات لعبة الكرة الطائرة ببطولة أفريقيا لو رجعنا أسبوعين اللي فاتوا الفريد يخسر بطولة الدوري وإذا بالكابت المحمود الخطيب فجأة والفريد خسران بطولة الدوري يدعوهم على حفل إفطار في النادي اللي مش فاهمين الموضوع قال لك هو الأهلي ومجلس الإدارة بتاعه بيكرموا الفريد اللي خسر الدوري اللي نزع لنا منه ومحدش وصلت له الرسالة إنه المسألة كان فيها كلام مهم جدا خلق اللحظة دي قبل ما تشوفوا اللحظة دي ولحظة الاستقبال بالورود دعالوا نرجع اللي وراء أسبوعين فاتوا وفي نهاية شهر رمضان ليه الكابتن الخطيب دعا الفريد اللي خسران بطولة الدوري لحفل إفطار وقال لهم ايه نفكركم النهاردة لحيمكن احنا حبنا ان احنا نقعد مع بعض حبنا ان احنا نشوف بعض في بيتنا في النادي الاهلي اللي كلنا اتعلمنا فيه حاجة كتير جدا علشان فيه رسالة مهمة جدا عاوز أقولها لي كلكم احنا نلعب رياضة والرياضة فيها فوز وفيها اخسارة النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين عدد مرات الفوز بتاعته كتير جدا تاريخ تاريخ كبير بس انا النهاردة بتكلم على فريق طائرة سواء رجال او بنات بنعتبر احنا وبيعتبروا الواقع وبيعتبروا التاريخ ان انتوا فرقتين من الفرق التاريخية الاستورية اللي انتوا حققتوا محدش تاني حققوا اللي انتوا انجزتوا محدش تاني عملوا علشان كده انا عايز ابتدي بفريق الرجال احنا سواء ده بيكوا جدا انتوا اخلصتوا جدا جدا بشغلكم انتوا بقالكم عشرين سنة واخدين اكتر من خمسة واربعين او في خلال عشرين سنة اللي فاتوا اخر عشرين سنة خمسة واربعين بطولة ما بين دوري ما بين كاس ما بين افريقيا ما بين عرب انتوا يجب انك تفخروا بنفسيكم والنادي الاهلي فخور بيكم وجمهور الاهلي فخور بيكم اللي هو شايفانكم بتاعته ازاي شايفانكم مخلصين ازاي علشان كده كن لازم ان هذا نقعد نتكلم ترفع راسك اللي انت راجل اولا الاهلاوي امرأ اتنين انت محدش جنبك ترفع راسك علشان انت راجل انجزت اللي محدش انجزه اللي انتوا عملتوه خلال فانا قلتوهم بس هتولي اخر عشرين سنة بس يجابولي احسابيه بقى اخر عشرين سنة بس في اخر عشرين سنة مش اقل من خمسة واربعين بطولة مين في المنطقة وفي افريقيا عمل ده بس مش معما كده ان احنا نكتافب ده احنا وقت يعني ان احنا نتعصر ده طبيعي حدش بيكسب على طول فيش فريق في العالم بيكسب على طول في اي لعبة من اللعب لكن في فريق بتاع بطولات تروح منه مرة بطولة بطولتين سنة ماشي لكن فريق بطولة بيرجع وبيرجع بسرعة وبيرجع اقوى من مكان شوف الاخذ بالاسباب اما يبقى عندك ادارة ورئيس نادي بهذا القدر من الفهم الصحيح للرياضة فهو يستطيع ان يتدخل بالرسالة المناسبة في الوقت المناسب للفريق المناسب تمام رسالته اسعدتونا اسعدتونا حصلت كابوة مش هتقل من احترامنا لما بدلته ولكن مش معنا كده ان احنا مكتفيين واعتقد ان دي كانت لها عامل مهم جدا نفسي واطلق كوامن التحدي لهذا الفريق وذهب متحليا بروح النادي الاهلي وانا يعني للأسف في بعض الاعلامين المتمين للمنافس يعني المحترم نادي الزمالك حابوا لقاحوا كلام اشكروا فريق الزمالك اللي مراحش لا كتروح انت مراحش لان ربما تدرك النهاية حتكون ازاي لانك تعلم جيدا ما في علاقة بتحدي الكرة طائرة لتوجيه هذه البطولة الذي يدهشك اذا كنت تناقش هذا الامر ونحن نتحدث عن الكرة الطائرة المخطط ابعد اوي من بطولة المخطط كيف ايقاف فريق عن مسيرة عالمية مداية اول مهم اكتر مهم دايقة مش مداية حد على المستوى تنفس القر ولا الدولي ولكن المحلي حد الكرة طائرة ازعجه هذا التفرد للنادي الاه فهمه ازاي نوقف الليلة دي لو سمحت عزيني نناقش التعديلات التي يزمع اتخاذها ما عرفش صدرت ولا لسه صدرت وحد يطلع ولا انا فلسفته من هذه التعديلات ما فيش حاجة اسمها لما كون عندك لعيبك كويسة خد دول ووزع الباقي مش حاجة كده انت بتديني لقى حوالي بلتزم بيها لكن انك بتتقولي يبقى منهم كذا واحد فوق السن وكذا واحد دولي دا تفصيل دا تفصيل ممجوج يعني وكفاية بقى لان نزهقنا كل يوم التاني مرة تعد كورت اليد يعمل معاك للسغنة تبقى طلعها لكل شيء بسلم ونادي الشمس تروح التعليمات يتوجه الاستغناء للنادي المنافس ويكسر قواعده اللي هو حاططها انه ما يبقى شيء اكتر من كذا لعب في المكان احنا عايزين نتحدث اخلاق لفرصة عشان نتكلف الموضوع طيب اعتقد الاطات اللي انتو شايفينها اللي لافت نظري انه معظم اللعيبة في كلامهم لقناة النادي انه واحدة من اهم اسباب فوزهم بالبطولة واصرارهم على انهم ما يرجعوا بالكاس لقاء الكابتن الخطيب ومجلس ادارة بهم وهم خسرينين دوري فقد ايه اللقطة دي او اللمس دي اتأثرت فيهم لو افتكرتوا كلام الكابتن الخطيب هو بيقول لهم خدوا بالكم دول يا جماعة دول عمالك بجد دول ابطال يعني شوف عدد البطولات اللي خدوها ارقام قياسية بجد فلما يقولهم ارفع رأسك انت اهلاوي انت مفيش حد جنبك خالص انت على مستوى البطولات اللي انت واخد محدش ينفع يوقف جنبك دي كانت كلمة الافاق الكبيرة اللي اللعيبة وهي رجعة قالوا من اهم الاسباب اللي خلتنا نكون مصممين ان احنا نرجع بالبطولة حفل الفطار اللي الكابتن خطيبه المجلس عملهولهم بعد ما خسروا بطولة الدور فزيما المهندس عدلي اشار هي دي قيمة الادارة لحد يكون رياضي على مستوى عالي فاهم الموضوع اصلا ومقدر جهود اللعيبة وعارف اسباب التعسر اللي حصلت فان انت تقدر تفوق فريق كبير بحاجة رجال الكرة الطائرة دي كانت مسألة مهمة جدا وده استقبال كان يليق بهؤلاء الابطال يمكن وحنا بنتكلم برضو على الانجازات الكبيرة فريق كورت القدم اللي اشار ليه المهندس عدلي وصل لنهاية دورة ابطال افريقيا وده المرة التالتة وبإذن الله تعالى يوم 30 مايو تكتب بإذن الله المكسب للأهل يوم 30 مايو فيكون هذا الرقم الإعجازي لهذا الجيل عشان كده مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير كان أخذ قرار على أو من المطالب اللي توجه بها للاتحاد الأفريقي ضرورة إتاحة الفرصة لنصف عدد السعر المسموح بها في الملعب لجماهير الأهلي وأخذ النهاردة قرار هقولهلك وقرر النادي الأهلي بتفويد شركتين بجميع المهام والإجراءات الخاصة بسفر وأعضاء جماهير الأهلي لمسندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة المرتقبة مع الوداد في نهاية دور الأبطال يوم 30 مايو وأكد النادي على أن هتين الشركتين هما المسؤولتين عن كافة الأمور المتعلقة بالسفر بما في ذلك الحصول على التأشيرات من السفارة المغربية وتذكر السفر ووسائل الانتقال سواء في مصر أو المغرب وخدمات الإقامة والإعاشة بالفنادق وما يصحبها من إجراء التأمين وكذلك تخصيص منافذ للحجز للرغبين في السفر والإعلان عن أسعار الرحلات سواء كانت لمدة يوم واحد أو عدة أيام وسوف تقوم شركتين بالتنسيق مع السلطات المغربية بشأن التأشيرات لكل أنواع الرحلات ومستوياتها الاقتصادية والعمل على توفيرها بأفضل للأسعار وفقا لأعداد الرحلات وتذاكر المباراة والتي طلب النادي الأهل للحصول عليها من الكاف ونشدت إدارة النادي الراغبين في السفر من أعضاء وكماهير الأهل التواصل مع الشركتين المشار إليهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات جاء زارج بعد اجتماعات مكثفة لللجنة التي قام عمر فاروق نائب رئيس النادي والسيد خالد مرتجي أمين السندو والدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي والسيد عمر شهين المدير التنفيذي لشركة الأهل لكرة القدم والسيد رضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهل للخدمات وتواصلت مع العديد من شركات السياحة واستقرت على التعاقد مع شركتين لاكي تورز ومسترز تورز وعلى الجماهير الراغبة في السفر الاتصال بالشركتين أنا يعني يهمني جدا عدد كبير من الجماهير كانت بيتصل بيعز يعرف يسافر إزاي أدقى بتالي كده عرفتوا الإجراءات وحتعملوا إيه وتتصلوا مين عشان تسافروا مع الالتزام تماما لكل جماهيرنا بأقصى درجات يعني التحلي بالروح الرياضية وضبط النفس والتركيز على تشجيع الفريق وعدم الاستدراج لأي مشاكل لأن أهم حاجة علاقتنا بالأشقاء المغاربة مش عايزين يعني ودي فرصة أستاذ إبريم أننا يعني أوجه رسالة هل توجهها لكن خلينا في الأول نوجهها في البداية من خلال مقالي ومقاله المطالب المشروعة والحركات الممنوعة أما المطالب المشروعة فقدمها النادي الأهلي للكاف ست مطالب أقولها لكم الخدمات الممنوعة والحركات بقى المكشوفة أوي هيكلمكم عنها الموانسة عادلة لا يعني عايز أقول مفيش طلب واحد من اللي طلبوا النادي الأهلي لا علاقة بأي نوع من الاتهام أو توجيه اللوم إلى الأشقاء في المغرب كلها طلبات مطلوبة عشان تحقق أولا الشفافية والعدالة وتجنب حدوث أي مجال لحدوث مشاكل فإحنا علاقتنا بالمغرب بشكل عام والأشقاء وأعتقد أن من أقرب الناس إلينا العزيز عزيز مدربالة صحية والرجل يا ما جبناه هنا وودادي نجم الوداد كمانا فالوداد يعني ده متسمى الوداد على أم كلسوم في الموكلسوم إذن هناك علاقات حميمة بيننا وبين الأشقاء في المغرب هي دي اللي تمنا وهي دي اللي لازم نحتفظ بيها ولكن نتنافس وكل وعد عايز يحقق لنفسه تاريخ ومجد مؤكد مين قال إن تحقيق البطولات لازم من منظور الخلاف والصدام يعني ولكن نمزل غاية الجهد لذلك الأشقاء الأحباء في المغرب ما تاخدوش الموضوع إنه بين الأهل وبين أي حد منكم بالعكس إحنا بنكلم على فكرة كان الأهل يتوقع لو الموضوع معكوس كل هذه الإجراءات من الجانب المغربي وكان حيبقى طبيعي طبعا إنه حيطلب أرض محايدة حيطلب الجمهير وحيطلب الحماية أثناء وقبل وبعد المباراة وحيطلب حيطلب طبيعي أصلي إذا ما طلبهاش أي نادي يلو بقصر بقصر في حقوقه صحيح لكن مش معنى كده إن أنا بيني وبينك مشكلة أنا بيني وبينك مباراة إذا توقت فيها بيها في إطار الروح الرياضية وفي إطار الحفاظ على العلاقات وبعضينا لا هنقول لك ألف مبروك وأنتوقع منك المثل وأعتقد النموذج اللي يدرس اللي كان بيننا بين وفاق ستيف صحيح يعني الناس اللي حاولت تلعب على نغمة مشاكل قديمة لم يلتفت إليها الكبار لا في الجزائر ولا في مصر عايزين نفس الشيء مع كل أشقاءنا فيه تحديدا الشمال الإفريقي فيه حساسيات نتيجة المنافسة ولكن الود يجب أن يفوز في النهاية وتسود الروح الرياضية ده كلام حكيم جدا ومهم لكن هي المطالب كانت يا جماعة المطالب اللي الأهل يقدمها للاتحاد الأفريقي وتاني للاتحاد الأفريقي مش مطلوبة من الجانب المغريبي الشقيق لأنه أنا قرأت الحياة أكتر من مقال لزملاء في الصحف والمواقع المغربية أنه فيهم أن المسألة الأهل بيحدد لنا 72 ساعة عشان نرد عليه وعلى استفارة أن ترد على الأهل خلال 72 ساعة الأمر مش كده خالص وأرجو أنه يكون ده وصل للأشقاء في المغرب وأنا عارف أنهم بيتابعونا كويس قوي يعني كماعة الأمر كان موجه للاتحاد الأفريقي هو المنظم للمباراة للأهل خاطب استفارة المغربية ولا الأهل الطلب من السلطات المغربية مهلة 72 ساعة عشان ترد ولا بعت لأي جهة مغربية أي مطالب لأني مش معناه بالتنظيم هو المباراة في ملعب الاتحاد الأفريقي قال أننا اخترت ملعب محاول تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأفريقي فهو المسؤول هو المنظم فاللي بيخاطب الاتحاد الأفريقي المطالب كانت لأنه لو الأخوة في المغرب أروها تاني معنا هيدركوا أنه الحساسية اللي استقبلوا بيها المطالب وقاروا بيها بيان الآلي كانت الحياة مبالغ فيها شوية وربما من تأثير محاولات البعض إيقاع الفتنة وإصارة الأزمة الآلي قال أن المطلب الأول المطالبة بتحديد معايير خاصة بإقامة المرأة النهية لدور الأبطال منها تحديد ساعة الأستاذ اللي حتقام عليه قلوا لي الملعب ساعته كام وتخصيص نسبة خمسين في المية من هذه الساعة لجمهير الأهلي لأنك انت بتقول ده ملعب محايد مش ملعب الوداد لوحده لإرساء العدالة بين الطرفي اللقاء وأن الآلي سوف يقوم بسداد كامل التذاكر أنا برضو مش هحملك لود الديني نصف ساعة الأستاذ كطرف مباشر في المباراة وحدفع تامن التذاكر ووفقا للأسعار اللي انت بتعلنها في كل الفئات والتنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للناد الآلي اللي هي نصف ساعة الأستاذ على الجمهيره فقط عشان منعا لأي اشتباكات ولا احتكاكات ولا أي مشاكل الديني النص وخده النص بس وأن يقوم الكاف بالتأكيد والالتزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك الطرف اللي بين الاتنين المتنفسين الاتحاد الأفريقي المنظم التلاتة المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهل وجمهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام واعتقد النقطة دي بالذات أكتر ناس هتوب حريص عليها الجانب المغربي ها والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوصة عليها في لواحي الاتحادين الافريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب والرابع المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الآله على تأشيرات السفر وبعدد نصف ساعة الاستادر الذي ستقوم عليه المباراة والأخذ في الحزبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر دي مطالبة للاتحاد الافريقي وليها سبب الصاد براهيم احنا لسا بنقول تكليف في شركة كذا في شركة كذا أو تفوضهم انهم مسؤولين عن العملية دي ما أنا مش هقدر أكلفهم إذا كنت عندي الإجابات اللي أنت طلبتها من الاتحاد الافريقي هقدر أجيب التأشيرات وحقدر أخذ الجماهير وحتقبل أن أنا تديني نصف الصاعة عشان أقدر أخطط لسفرات مريحة تحت السيطرة فده ما تسأل ونبي بصولة من الزاوية دي يا جماعة والله العظيم ما بيننا وبين بعض أي مشاكل بإذن الله وخدوا بالكو يعني هو فكرة أنه انت 72 ساعة من تقديم الطلب لأنه فيه سفرات كتيرة بتقدم لها تقعد 10-15 اليوم على ما ترد عليك هيكون المبران تهت فأنت المفروض تبطلتم من تعد الأفريق برضو أكد على دي آه أن أنت تسهل إجراءات الحصول على التأشيرة عشان ضيق الوقت فأنت عايز 72 ساعة مش عشان يرد عليك عشان اللي بيقدم التأشيرة يخدها في خلال 72 ساعة وبيقول لك المطلب إسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أفح حكام القار وقال لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أدائه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات الكاف المختلفة يتزعل من دي دي فيها حاجة لا قلنا له فلان فلاني ولا قلنا حاجة إحنا قلنا كفاءة الحكام وطرعوا أنهما مش من مثير المشاكل يعني الوداد الوداد أكتر حد المفروض يكون عارف دي لأن الوداد لما تعرض لمشكلة في التحكيم في الفاينال بتاع 2019 مع الترجي المباراة بازت ورحوا للمحكمة الدولية وحصل فإن أنا أطالب بتحكيم عادل من حكام الكفاء أعتقد ده صالح الطرفين اللي ما طلبش حكم بعينه ولا استبعت شخص بعينه طلب عناصر الكفاءة المشهود بيها وأخيرا المطالبة بضرورة الاستعانة بتاقيم تقنيت الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصميات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لسيما أن الفاس لهذه المباراة حيشارك بطولة العالم للأندية وبرضو ده طلب يعني فرنف هو يقضي الطلب دي بقى ضد مين أنا عايز ده لصالح العدالة بالضبط اللي هي لصالح الفرقتين آه أنت كالتحاد أفريقي في تصفيات أفريقيا الكاس العالم جبت أطقم حكام للفار من أوروبا ليه ما تجيبش لنهاية دور الأبطال يعني مش عايز حد ياخدها أن مسائل مقصود بيها يعني مواجهات بالعكس كنت أتمنى أن يتضامن الجانب المغربي مع الأهل في هذه الطلبات آه لأنها هو كان حيطلبها بالضبط كده ويمكن أكتر منها كما آه إحنا متأكدين المباراة هتمر كما مرت مباراة الرجاء بكل خير إن شاء الله وإحنا علاقتنا العميقة مع إخواننا في الشمال المغريبي خاصة في المغرب يعني تؤدي لهذه الطمأنينة بإذن الله بشرط أن ما يعبث أحد من يعني أبناء إبليس أبناء إبليس آه وعشان أبناء إبليس ده يا جماعة بصوا على السوشيال ميديا هتلاقوا أبناء إبليس ما شاء الله منتشرين فيما بين الأتنين يحط كده باج اللوجو يحط شعار الوداد وهو مصري وينزل هجوم على الأهل وبطولات الأهل قال إيه كده بيستدرج معاه بيستدرج معاه جماهير المغرب والأخوة في المغرب كتير منهم برضو بيبلع هذا الطعم ومش منتبه إلى أنه الإبليس وأبنائه أديكوا شايفين بيعيثوا إزاي الإقاع والفتنة وزاي ما حصل قبل كده في كل مباراة الآن يروح يلعب في الجزائر يسبقه أبناء إبليس يروح يلعب في السودان برضو نفس الحكاية يلعب في المغرب نفس الحركات الناس اللي هي فعلا مفيش ابتكار إبليس مش عايز يتعلم ومش عايز يتطور حتى نفس الحركات مكشوفة قوي لكن بيبقى الأمل دايما على أنه الأغلبية الفهمة والعقلة وصل الأمر وتصطيحه حتى مفيش خيب في الدم حتى أما قولك أنا كنت بكسب في رمضان عشان ربنا راضي علي لا يا في دلوقتي بخسر أو المنافس بيكسب عشان ربنا يعني أنت على أساس أن رب رمضان مش رب شوال يعني يعني حاجة غريبة جدا جدا إزاي الناس مش عايزة تكبر ولا تنضج ولا تكلم الناس بطريقة حتى إيه ده يعني الناس المتحفل على بعض فعاداتهم الخاصة يقولوا كامل من نوع ده اللي فيه دعابة فيه لكن أنت تبقى الشراجل مسؤولتك التنوير وأنك أنت بتؤثر في وجدان ومشاعر قطاع من الجماهير وفي العلاقات المباشرة بين الأندية وبقى لك عشرين تلاتين سنة بتلعب نفس الدور يعني حتقابل ربنا إزاي أنا مش عارف الله يعني عمومة كابتن خطيب كلف كابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة والمهندس سامير عدلي المدير العلاقات العامة في النادي بالسفر المبكر للمغرب عشان يرتبوا كل شيء للبعثة قبل سفرها إن شاء الله والآله كمان بيحسن موقف اللعيبة الأجانب أليو ديانجو علي معلول ولويس ميكسوني وأيضا بيرسيتاو بيخطر منتخابات بلادهم إنه مش حاضرة أبعث لكم أبعثهم في بداية الأجندة الدولية لأنه يوم تلاتين مايو بحسب الاتحاد الأفريقي أنا مرتبط بنهاية دور الأبطال أما على صعيد بقى الشكوى لأه ليقدم شكوى الرسمية للمحكمة الرياضية الدولية وسدد الرسوم المطلوبة وماشي في سكة التقاضي مطالبا بحقوقه في هذه النسائل أنا باش عايز برضو أتوقف هنا بكلم أنا بقى جماهير الأهل يا جماعة أبطال والصدراج في نغمة القوي والضعيف ولو كان فلان موجود والمجلس ده وعملية التنظير اللي فاقت عن حدها وأنا كلمت أحد يعني إخواتنا الزغيرين في الإعلام اللي أعلم أنه هو بيحب القالة ونييته سليمة بس اللي حس كده صدر منه حاجات يعني خوفتني فكلمته قلت له ممكن تقول لي إيه الإجراء الذي تراه قويا وجيب حقول نادي الأهلي فاق قلت له انسحاب قال لي لأ أنا ضد الانسحاب قلت له طب قول لي إيه إجراء تاني ما ما لقاش عاد أعزين إجراء اللي هو إيه أيوة يقول لك نعلن أن نحنا مش هنلعب في المغرب قلت له طب حلوة مش هنلعب في المغرب هم قرروا اللعبة في المغرب هتعمل إيه تنسحب أيوة لا يعني لما بتتكلم ناس مش مغرضة وتكلمهم بالعقل بيوصلوا معاك إلى نفس النتيجة وإن في الآخر قال لي أنا يعني في لحظة ضيق كتبت هذا الكلام بس أنا يعني عارف أن ما هو الأهلي حيعمل إيه ما هو بيعمل إيه اللي عليه ده أنت بيعمل أكتر من اللي عليه ده النادي الأهلي عمالي وجه أزمات يا جماعة ما حدش بيواجهها عمالي يلعب بطولات تتعارض بين الاتحاد الدولي الاتحاد الأفريقي في نفس الوقت وتحرم بطولة عالم يعني أروح على بطولة عالم وهي ده الوقت يعني أنت تعاني من هذه المشاكل وعندك في نفس الوقت أنت مدرك الصعوبات المسؤولين عن لجنة أو ربطة الأندية في تنظيم المسابقة لكن مؤكد إن مؤكد يعمل لك مشاكل بتلعب بعد ما ترجع من أفريقيا بـ 48 ساعة فتدفع التمن من الإرهاق والمواجهة في الدوري المحلي بعدين خمس أيام قبل المباراة يسبقها صفر في نهائي من مباراة واحدة في أرض المنافس عشان تكمل نجاحاتك لازم تكسابها إيه الصعوبات دي وبتقدر أن الرابط طيب تقولي طب أنا هعمل إيه الحقيقة الحقيقة جماعة لما تشوف التسئلات اللي بيخدها المنافسين في القارة لا يعني هو هنا ما فيش تكابه الفرص بقى في المنافسة القارية أي الأهل يتعرض لكل أنواع يعني الصعوبات ولا يتعرض أحدا غير لهذه الصعوبات فيستطيع بإذن النادي الأهل يعني أنه بسوابته وكوامنه ويعني سماته عجباني كوامنه النهاردة والله أكتر من المرة إيه الكوامن دي بقى اللي جواك اللي بيطلع ساعة ملقية تحتاجه أنت بتبقى في جواك ساعات قوة ما انتش متخيلها صحيح بس لما بتستنفر وتتنقلها بتطلع حاجة ما كنتش متخيل إن الطاقة دي أنا قدر أعمل كده أنا مرة قريت في غرائب أن أم ابنها وقع تحت عربية الست رفعت العربية عشان يعني ربنا إدالها ما تعرفش تفسارها يعني جت لها منين وهي موجودة عند دوا وحتتكرر ولا لا فلا أنت ساعة الجد بس أنت كوابنك سوابتك التاليخية اللي تربيت عليها وأسست جواك حاجة فأنا يعني أتمنى إن لإني يا جماعة يا شباب يا أهلوية يا جماهير يا أعضاء يا أعلام منتمي للنادي الأهلي مع الأهلي ما عندوش غيركم يعني يكفيه إنه واجه الآخرين مش ناقص كمان يضيع طاقته في إنه تضغطوا عليه لأنه أريد أن أقولكم حاجة ما هو كمان ما ينفعش الضغط على قرار النادي الأهلي لأن قرار النادي الأهلي إذا كان نابعا من الضغوط مش بالتأكيد حيبقى أحسن حاجة فمسألة إن النادي الأهلي آه يعمل حساب بص عشان نجيب من الآخر صالح سليم آه آه هو صالح سليم ما نفع له من أجل الجماهير آه وليس منهم من أجل الجماهير ده بقى ردنا على فكرة كل واحد يقول لك لو كان صالح سليم عايش آه لا وصالح سليم آه أيوا صالح سليم وهو بيقول علينا إسعاد الجماهير أكنا وأمامي وإنت كنت برضو أمامك آه في مناسبات ونحن نتحدث آه قال إيه الأهلي لا يضار من المدرجات آه طب وأنا شفته آه بره وكان مقدم استقالته والجمهور اقتحم النادي عشان خسرنا ماتش مهم على أرض النادي ورايح يتهجم على قضة المجلس واقتحم النادي وكاد أن يتدخل الأمن آه أن اللي ماشى الناس دي صالح سليم كان داخل لقى الجمهور صالح 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 مغير صالح الدور قال لهم تعايزين إيه تمالكم من القضية دي كان صالح يعني سقال من الإشراف على الكرة ونتيجة الخلاب الشايف قال لهم لأ أوقع تفتكروا أن أنا حتبسط أنكم تتهجموا على النادي الأهلي تفرضوا عليه رجعوه وأنتو لما ترجعوه ما أنتو اللي تشيلوني أيوة شوف المبدأ مش هرسخ للغلط خلاف إسلوب الإدارة ما لكونوا شين تشأني به أيوة أنتو تشجعوا نكفي المدرج لو بتحبوا الأهلي ثم بتحبوا صالح اتفضلوا روحوا مدرجكم صالح 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 وانسحبوا فيه هدوء نحوة المدرجات هذا هو بيلخص كل شيء على فكرة صديقنا العزيز هاني عسل بقى هاني يعني كاتب مقالة في الأهرام النهاردة لو كان صالح سليم حيا كان زهقوف عيشته كان زهقوف عيشته لا ينزل اللي حيعمله صالح ما حالش يستحمله لا ولا هما يستحمله هو لا يستمع لأحد خارج مجلس الإطارة لا يستمع لأحد هو عارف وهو قال لك قبل كده انا مليش رأي انا ليه قراءة بالزبط فما كانش حيقعد ياخد ويدي كل يوم وكل يوم كانوا حينقشوا قراراته يا كانوا حيزهقوه يعني لا الصالح ما كانش لا هو هاني يمكن بيشير لحطة المشكلة الافريقية انه كان صالح هينسحب وهو على فكرة الكابتن صالح لو رجع به زمن ما انسحب اه طبعا اذا كن كلنا بنقول كان هناك خطأ وحيد للكابتن صالح ها انسحب فان هذا القرار ها ومعلى فكرة ما كانش خطأ الكابتن صالح هو الموضوع اتناقش في المجلس بس محدش كان متغيل النتائج النتائج والابعاد والانتحاد الافريقي حيغير مسابقات والانتحاد وانن كنت هتغيب عن افريقيا وانن غير حيستغل لهذه الغيبة لصالحه وانه حاول يستفيد منها كان مستحيل هيكرر غلطته مستحيل ولا المجلس لانه كانت صالح كان الأكثر ديمقراطية بكل ما قابلتهم في حياتي كان هيردخ لرأيه الأغلبية فما اعتقدش ان فيه اي مجلس ادارة حالي او قادم او قبل كده يعني سابق او ازمق كان هياخد قرار انسحاب ومش هياخده على فكرة القرار الانسحاب هو القرار الذي يسعد اي منافسين طبعا والذي ينتظروه ولن يجدوه وينتظروه فعلا التسخين ويلا وورونا فمش عايزين حد يستغلوكو يا شبابنا يا جميل يا جماهيرنا يا حلوة ياللي بيحبوا الاهلي انتو طلعتوا لقيتوه فحبتوه هتعملوه على قدكو ليه ما تسيبوه كده جميل زي ما هو متمسك في تقاليده وقيمه وشموخه وكبرياءه وهبته ونظامه اوعوا اوعوا تحاولوا تستدرجوه لوجهة نظرات نظر شخصية انا قعدت اتنقش مع مجموعة من الشباب واحنا بنتنقش روحت ايه اي القضية كده واحنا عاديد مفيش اتنين اتفقوا قلتنوا اي رايك ناخد رأي مين ومين فيكو الجمهور لا مين فيكو الجمهور كل واحد لو كتب اقول لك الجمهور عايز طب احنا عادنا وهو مع بعض خمسة ست مين فيكو الجمهور يا شباب ضحكوا مش هنطافق اي لكن الادارة هي اللي بتاخد تضربة الخلاط وتعرف ظروف والابعاد والصورة الكاملة وبيجيب لوائح وبيجيب محام مفيش قرار اعتباط وتفاصيل متاحة لها مش متاحة لالناس كل اللي قزمة لها لجنة من المتخصصين مفيش قرار عشواء يا جماعة اللي بيقولك كل يوم بيان طب كل يوم مشكلة هنعمل اي صحيح نتجاهل يعني عايزين اي عايزين نتجاهل ولا ننسحب ولا نتعامل ولا نصعد ولا نفوت ولا ولا نطلع فاصل ولا نطلع فاصل ماش نطلع فاصل اهلا بحضراتكم من جديد خلينا كمان نشاطر زميل العزيز عبد المنم القسط ومدير تحرير الاهرام الرياضي ومدير تحرير البرنامج الاحزام في وفاة زوج شقيقته والحياة منتهى التفاني والاخلاص في العمل انك تلاقي واحد جاي من الترب على الاستوديو بيشايع جنازة زوج شقيقته وبسرعة ييجي عشان يلحق البرنامج ويقدش تحمل التفاني وتحمل المسؤولية البقاء لله عم منعم يعني ربنا صبر اهله واسكنه جناته نهاردة وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي بيأكد على كل الدعم للنادي الاهلي في مباراته امام الوفاق امام الوداد وبيقول ان في اطار متابعته لمشاركات الاندية المصرية في مختلف المنافسات العربية والقرية والدولية اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة على مؤذرة فريق النادي الاهلي في مباراته المرتقبة امام النادي الوداد المغربي في نهاية دور الابطال افريقيا المقرر ليه يوم 30 مايو الجاري في مراكب محمد الخامس في الدار البيضاء لفت الوزير الى انتظار الجماهير المصرية انجاز النادي الاهلي بالفوز بالبطولة الافريقية للمرة الـ 11 في تاريخه في انجاز جديد يضيفه النادي الى سجلات انجازات الرياضة المصرية وليؤكد تفوق مصر على المستوى القاري في منافسات الاندية للكرة القدم معاربا عن تمنياته لجميع اللاعبين والجهاز الفني بالتوفيق في المباراة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التواني يعني طيب برقية ليه قيمة معنوية بتقول ان اجهزة الدولة مع النادي الاهلي بين اللاف ظهروا بما يعني انه اذا احتاج اي تسئليات حيحصل عليها ومفكركم من جديد بتكليف النادي الاهلي اللجنة اللي شكلت لتسهيل مهم من صفر الجماهير لانه في كتير من الجماهير رغبة في الصفر انه شركتين لاكي تورز وماسترز تورز لاثنين المعنيتين وفق لتعاقدهم مع النادي بالاشراف الكامل على صفر الجماهير وتسهيل كل الاجراءات فيتواصل من يرغب في الصفر مع لاكي تورز وماسترز تورز للاتفاق على الصفر وتكليفه وصيغته ونظامه وموعيده كل شيء من خلال الشركتين ويتلاقوا من خلال الاعلام الاهلاوي سواء في القناة او في الموقع او في كل المنصات الاعلامية الاهلوية هتلاقوا الشركات بتعلن عن اسعارها وعن نظامها وعن تليفوناتهم وعن مقراتهم ازاي يمكن يبقى هناك كلام كثير ب بعض متلسانه الحياء بعض متلسانه روح الفار في زمن الاحتواء دي قضية مهمة جدا وصيرت بعد مباراة الاهلي والبنك الاهلي بالامس الاهلي تعادل فقد نقطتين بقالوا فترة اربع مباريات محلية ما بيكسبش مستر بتسو هتتكلم قبل طبعا انت ابو بتسو لازم تتكلم لا لا سيبك من منقشة الفنية دي بقى انا بس عايز اقول لقد فاضل كي الوطفح هو مطلوب من الاهلي ايه ولا جماهيره ولا احنا كاعلاميين وعايزين نماشي الدنيا بالشكل يعني بيطالب بيطالب الاهلي فقط هتشتني بيطالب انه يتحمل ويتجمل ويستعق ويقول كلام طيب لا انت بتقولي الحكم بشر هذه الكلمة اصدق مقيل عن التحكيم هتقولي ازاي لان البشر فيهم الكويس فيهم الوحش فيهم العادل فيهم الظالم فيهم الامين فيهم خائن الامانة فيهم النظيف واللي مش نظيف فانت لما تكون بتقول الحكم بشر خلاص نتعامل معاك بشر ما تقلهوش يعني ما تدروش قداسة ما تحصنهوش بقى اتمادي له قداسة ويرجع لما تغلط تقول بشر يعني اذا هو بشر طيب خلي بالك على مستوى العالم عشان ناسس لها بتتكلم في حتة ان اخطأ ورده لا ده فيه شبكات وانا بقول للناس واعني ما اقوله فيه شبكات لإدارة شبكات الرهان على مستوى العالم حتى لو نظام مش شرعي انت لا تراها ولكنها تدير عملية الرهان على المباريات واعتقد ان الكلام اللي تقال على فلكس والنادي بتاعه بيأكد هذا بس غانا غانا يا اخوانا غانا خدت اجراء غانا تصدت غانا حاولت تنظف احنا فين من هذا الكلام عيب اللي بيحصل في مصر ما تقول ليش ان يقصد او ما تدخلنش في متاهة اللي يقصد واللي ما يقصدش انا مليش دعوة انا ليه ان لما تتكرر الاخطاء ضد فريق بعينه ولما المساندة والاحتواء مع فريق بعينه يبقى دي مسألة مش صدفة مستحيل تكون صدفة مستحيل تكون صدفة طيب لأ انت جايلك ايه بقى وانت المسؤول الاول عن كرة القدم او التحكيب انك تطلع تبرر تبرر حتى يعني خلاص الناس مش مش متوقعة انك تقول حاجة غير كده لما تيجي تقول لي روح البروتوكول يا سلام هاتل التعليق ده صدفة ابرهيم في اي حتة في العالم حنجيله حنجيله بالتفاصيل الشديدة لكن عايز اقول لكم انه الاهل النهاردة ادى تمرين الظهر مصر بيتش موسماني ما حضرش لانه عنده لسه بعض الظروف الصحية اللي خلته ياخد راح النهاردة اللعيب المصابين مازالوا مصابين في الجيم الباقي ادى تدريباته البكرة ان شاء الله الفريق هيتمرن ويدخل المعسكر عشان يلعب يوم السبت يعني بصوا النهاردة المفروض تمرينة استشفاء لانه المطش كان مبرح بالليل يدو بتمرينة النهاردة وبكرة يدخل معسكر عشان يلعب يوم السبت مع امبي ويرجع تاني يوم يتمرن عشان يوم الاربع يلعب مع ممكن نقف فينا لحظة استر الكامبني عشان بيقول لك الاهل الافريقي والاهل المحلي مؤكد ان فرصة دراسة المنافس الافريقي لانه عدد معحدد من المنافسين انت عارف تحت قابل مين فعندك فرصة للدراسة والتحليل ووضع الخطط والتدريب علي زائد احيانا بتتحلك فرص من خلال تأجيل المطشات المحلية انك تدرب على المواجهات دي لكن لما تبرج من الوافق استطيف امتى هتمر انت هتستشفى تاني يوم هتمر انت مرين واحد وتلعب بعد بكرة امتى هتحفظ امتى هتدرس امتى هتحط الخطط وبعدين تفاجأ ان عندك نواقص هذه ليست اعذار ولكنها تقرير لواقع تقرير لواقع فاحنا اه عايزين نكسب على طول ده مؤكد ولكن كل حاجة احيانا بيبقى لها تمن النادي اللي يعالج الامر ده ازاي ربنا يحمينا من الاصابات ويبقى فعلا عملية الروتيشن باصحاب الدوافع المختلفة الفريشن اللي عايزين يثبت وجودهم بس في اطار تدعيم المحدود ما يبقى ش خط بالكامل كل مرة بيتغير يفي الدفاع يفي الهجوم يفي الوسط احنا بيغيب الخط مرة واحدة عنك بتعمل راديكال يعني يعني جزري تعديل جزري اضطراري عايزين نتجاوز الامر ده وعايزين برضو يعني نشوف حل ان احنا بقى نتعامل مع كمية التحامل عن نادي الاهلي ونعرف ان مصيرنا في ايدنا فقط ده كلام مهم جدا طيب بيتش موسماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ايه اسباب تعادل الاهلي اللي قد الى انه الاهلي يخسر نقاط جديدة نشوف مستر بيتش موسماني في المؤتمر انبالح احنا نقضع بالنسبة صعب كلادي الاهلي وكلعبي الاهلي لان عندنا برنامج مطشوات مختلف عن اي فريق تاني ومسؤولياتنا لازم نكسب كل حاجة بنلعب عليها ونحاكم يكون عندك رحة طويلة زي جاينا من الجزائر اجماليها سبع ساعات توصل سبع سبع ونوص صباحا وعندك يوم واحد بستعد عشان الموتش الجاي عندنا غيبات طبعا علي معلول ما كانش حاس نفس المية في المية فما لعبش وتأت الارتكاس بتوعنا ديانج وعمل صليا وحمدي ما كانوش كانوا مشابه وطبعا في قبل المبراه فقدنا كبتش الناوي اتصاب وطبعا بعد خمس دا عشرة دا مشوط التاني كان خلاص وعبدالادر برضو من درجة جامد في موتش النهاردة طبعا حاب نحط اعضاد من قهة القدر واحدة مش بننوها الاعظار ونلعب قدام فريقا مقعند واخد فترة راحة لازم تحاول تبزي قصر القهدا كيان ونلعب تحاول تبزي قصر بس برضو يجب نكون امنا ان برضو الخصم اهضر فرصتين بس احنا برضو اجلنا فرص كتير لحتلنا فرص وسجلنا فرصتين الشريف كان ممكن يسجل منهم واحدة على الاقل لو استغلت الفرصة التي جاءت لك وسجلت منها كانت نتيجة تختلف بس بنحاول 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 يعني طبعا في حاجات هي امور حدست ولكن برضو زي ما انا بقول ان النادي اللي بقاش عنده فرصة استاذ ابراهيم والوقت للدراسة والمحلية والتدريب وتعويض نواقص على المقابل انت بتقابل فرق بتبقى ماخدة فطرة قبليك بتدرسك كواس قوي وتضرب عن خطة اللي تلعبك بها كواس قوي حيحصل كتير حيحصل كتير طب انت النادي الاهلي ما ينفع شيء ما تتعاملش مع عزين مشكلة فاذا كنا عايزين نكسب البطولات لابد ان احنا نشوف حل اللذين مشكلة والحل يأتي احيانا يا اما بحلول فارق مهارات ودي لعيبة يا اما استغلال جيد للعناصر القادرة على الكفاح والقتال في اللحظة دي وده جهاز فني ولعيبة الوقت القادم مؤكد مسؤولية اللعيبة هتكون اكتر شوية من مسؤولية الاجهزة الفنية فلابد بقى ان احنا بنصق فيهم وعارفين انهم بيحاول يسعدوا جماهرهم وبنشوفهم في الموعيد الكبرى بيعملوا ايه لكن عايزين برضو لازم السنة دي موضوع الدوري ده يتشاف له حل ودي في ايد في ايد الاهلي بدرجة كبيرة والحياء مصر بيتس المسلماني برغم ان الراجل جدد عقده مع الاهلي وعنده كل هذا شغف وهذا الحب في الارتباط بعلاقته مع النادي الاهلي هو اللي كان كمان سعيد جدا باستمرار العلاقة مع النادي وكان بيستعجل تجديد العقل لكن فجأة تطلع ناس كتيرة تتحدث عن خلاص مسلماني اتفق مع نادي الريان القطري وانه زوجته كتبت الكلام ده وتكتشف انه زوجته لما كتبت الكلام ده انه بتسه في انتظار مشروع كبير كانت بتشير الى مشروع اقتصادي لرعاية كرة القدم مشروع تجاري الرجل واسرطه والشركة اللي هي بتعملها في جنوب افريقي حاجة كده زي اكاديمية كرة تقول تفاصيل كمان عن تعاقد بتسو مسماني مع الريان القطري عموما المتحدث الاعلامي مدير الاعلام في نادي الريان القطري طلع يتكلم مع كابتن احمد شبير عن حقيقة التعاقد مع بتسو مسماني نسمعه مش عارف سبب انك دلوقتي عامل قلق في موضوع مسماني وهو يتبقى له ايام على النهائي اللي خلاص نقدر نقول 12 يوم ما هي جدوى انك تتكلم مسماني قاعد مسماني ماشي مسماني تم تجديد تعاقده فانا بهاي اجواء ولا بعمل نوع من انواع البلبلة الريان القطري الريان القطري الريان القطري انا بقى مش هستنى اخد خبر من احد المواقع فانا قلت اروح فين اروح على المصدر على سيد حمد العنزي اللي هو مدير الاعلام في نادي الريان القطر اتكلمنا معاه احنا عم طلعين هوا كذا قالك لا الجماعة يكون متأخر طيب نستأذنك نعمل تبعت لنا رسالة مسجلة ونستأذنك ان احنا نزعها فالرجل بعت لنا رسالة وبعت لنا رسالة بعدها كمان قالت اتفضلوا ازعوها بالنسبة للخبر عزيزي الخبر غير صحيح نهائيا ولا علاقة توجد بين نادي الريان والمدق وتمنى لكم التوفيق نفسي بقى من المواقف اللي زي دي اللي كل يوم يثبت تدلسها اني نتعلم احنا ما نلتفتش للكلام الفارغ ده الراجل اللي قاعد معنا لحد ما يبقى فيه هناك قرار آخر يعلن رسمي هو اللي عايبة ده كل يوم أصداد إبراهيم لما يكون التبراجد هشتغل امتى لو كل يوم بيكلم هو مين يرجع من العارة ولا هندعم بمين ولا هنماش بيه كل يوم في خبر مسلمان يقرر مسلمان يصطدم لجنة الكورة تقرر لجنة الكورة تصطدم تحريض 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 شغل يعني ابناء ابنس فعلا ابناء ابليس يهددون لأهل وهي يبدو من ده يأس أصلي دي معناها ايه انك يأس ما انتش عارف حل بقى غير ان اوقع بينك وبين عيلتك العيلة المتماسكة دي المحترمة اللي الناس بتحبها دي اي اوقع بينك وبين ابنك وبين بنتك بين وبين مراتك اوقع بينك وبين اللي موجود يجيلك وقت تزهق فالناس يصدق فاولك ما بتردش ولذلك انا عايز بقى بقية العيلة اللي تعرفني كويس وتعرف عيلتي كويس ما تجرجرجش لأي كلام يتقى اللي هم ولادنا اللي هم الاهلوية العائلة الاهلوية سواء في الشارع المصري والعربي والعالمي والافريقي وفي كل مكان او اللي موجودين داخل مصر ما ينفعش نتعامل مع هذا الكلام وننصق إليه واكننا بنغذيه من غير ما نحس خلينا وراء الاهلي بطريقة عقلة شوية خلينا وراء الاهلي بطريقة عقلة شوية خلينا نفهم هي الفرص اللي بتضيع او التعادلات اللي حصلة وفقد النقاط رازلية كابتن شيخ دكتور شيخ المحللين ومرجعية الاهل الكبيرة لدكتور طه اسماعيل الرأي وفي هذا الموضوع هو فيه طبعا في بعض الفرص صادف من الاهلي تسوء حظ فيها لكن أيضا في الشوت التاني يعني انخفض الأداء إلى حد ما وأصبح اللعب هجومي على حساب الكونتر أتاكس هو طبعا نقص لعيبة الارتكاز اللي عندها الإمكانية أنها تتمركز بشكل كويس ونادرا المبكات يتصابوا يعني وطبعا 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 كان موجود أفشا وأفشا بهاجم وربيعة الوحيد اللي كان بيبقى موجود تقريبا وطبعا كان فيه سهولة في الاختلاق من العمق بالشكل دي دي وقت دي كان نقطة مهمة جدا أو التسديرة دي بتاعت الوحيد فضلك النادي الآلي في الشوط الأولاني تغلب على دي بالسحواز زي ما تكلمنا قلنا أنه لازم بقى فيه حاجة وقائية فكان عنده السحواز الأكتر فما أتعرضش للخطورة إلا من قرات السابقة لكن في المقابل النادي الآلي اللي برضو كان عامل خطورة في الشوط الأولاني أو في الشوط التالي إنما الشوط الأولاني كان لازم الآلي مش سحوز أكتر في الشوط العكورة أكتر ولو فرص أكتر الشوط التالي قالت العملية شوية وأنا شايف بعض هذا لأن ناد الآلي كان مقصو الحزام الأوسط القوي جدا اللي دايما بيبقى واقف قدام الهجمات قبل أما يصل الهجمات إلى المدافعين اللي هو غياب السولية وديانج وحمد فاتح فده أصار تأثير كبيرة جدا يعني في أسباب طبعا في أسباب في عدم توفيق في إجهاد في يعني تربص وشيخ طبعا بغضو ما قال كده هل يجب أكون مستني زي الغل يعني الصحصحة إنك إنت تنكفني موجودة فمن ضمن اليوم يبقى كده يلا كل الأسباب اللي قالها الدكتور طبعا ومع الفكرة ما بيتش معني بيها قوي لأن ما لاش حل حلولها إن إحنا نتعامل مع كل السلبيات دي بإرادتنا بكوامنا تاني و بروح الأهلي بروح الأهلي على فكرة روح الأهلي عبر عنها الفنان القدير اللي أستاذ نبيل حلفا على فكرة إن أنت دلوقتي بعد ما كابتن أصامع فتاح صدر لنا روح البروتوكول وروح الفار فالحياة بالصياغة كده رصينة وزكية جدا ولقيه مقوي قال الأستاذ نبيل حلفاوي للعيب الأهلي قدامكم تحدي جديد في الدوري لازم تنتصروا فيه كما عاوتتونا الصراع دلوقتي من روح الفنانيلا الحمرة وروح البروتوكول يعني روح البروتوكول يا أستاذ براي إيه المصطلح ده إيه المصطلح اللي أنت تفسر به إنك بتتدخل في شأن مش بتاعك وتخالف القانون وبعدين تيجي تقول أصلي دروح دروح إيه إيه يعني أمال التدليس يبقى إيه إنك تاخد سيء من سياقه وتفسره الطريقة تخدم غرض فأنت تعلم إنه غير حقيقي وغير قانوني وغير سليم أنا عملت كده المصلحتك تأجتني و زي ابن العاقة الذي يحجر على أبو يقول لك لمصلحتك أي الله إيه الكلام الفارغ ده أم ده الأب ده بكمل قوال عقلية وبيتعامل وبيقود وبيدير وبيعمل وبيأمن وبي بي بيرعى ابنه بعدين يجي واحد عاق يقول لك لمصلحته هذا الكلام حق يرد به باطل ما فيش حاجة اسمه روح القانون عيب لا روح القانون بتتقال لكن روح البروتوكول ما فيش عندك روح اللاينز من مفيش عندك آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ readily يعني يخفف شوية وطئة أحكامه يعني لم يجي يقول لك أنا سمعته مع مهيب هتشوف أنا كل ما أجي أتكلم حتى أقول لي هتشوف خش بقا عرفين ما أنا ما أنا عادة أقولي الكلام ده لأنه الحقيقة أنا مستغرب هو أنت لما ترمي قاوت ويجي منه جون هتيجي تقول لي ترمى الفار يادر رجعك ويقولك ترمى مش من مكانك ما هو الحاكم هو اللي بيعرف دي كانت رمى من ايه طب لما تيجي تحط ضربة ركنية وتسعين في المئة من اللعبة بتحطها برا مقوز دلوقت ويجي منه جون الفار بيرجعك طب لما تيجي تعد العشر يارضات يا أستاذ براهين الفار بيرجعك لما واحد يخرج من الحيطة هادي كلها تندرج تحت بند قالوا ببساطة ووضوح الكابتن جمال غندور قال دي إجراءات والمنوت بيها والمسؤول عنها والوحيد اللي يحاسب عليها يحاسب مش يحاسب هو ويحاسب حتى عليها الحاكم الحاكم لو قال استمر انتهى الموضوع انتهى الموضوع محدش يراجعه والفار مش من حقه ليس قانونا هذا كلام بدليل ان يقول لك هو جون صحيح ما 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 تقدرش يلغيه بدلا من الحاكم الحاكم مش للعبة يبقى القانوني هي هاتيجي تقول لي بقى هاتفتصرب ايه بدلا مش الجون صحيح طالما ان الحاكم سمح باستمرار اللعب ومحدش غيره من حقه يرجع في القرار وهو مارجعش يبقى كان لا ينبغي لامين عمر اللي هو عنده سمات انه يبقى حاكم كواس ومش عايز يتمسك بهذه السمات مش عارف ليه يعني عنده عنده مقاومة لكن للأسف الشديد تبصت لايه احيانا روح الفار بروتوكول يعني يتعامل بروح بروتوكول الفار بين شخص هو سبق له هو نفس الشخص سامي ده اه انا كان حكما بين الطرفين دول عالفار برضو وطلع روح نيوميا بروح بروتوكول ميدو سلام ميدو سلام طيب انت طلبت ايه عايز تشوف جمال الغندور اه اه وانترينا بقى النمازج دي معنى عودش انده نشوف الكابتن جمال الغندور لانه القضية كبيرة القضية كبيرة وفي منتها الخطورة على فكرة في منتها الخطورة نشوف الاول الكابتن جمال الغندور في ام بي سي مع مهيب اللعبة كان فيه مخالفة اللعيب عايز يلعب الكرة بسرعة اه احط الكرة عشان يلعب بسرعة فالكرة كانت متحركة فده اسمه خطأ في الاجراءات هنا الخطأ ده كان يجب على حكم المباراة انه اللعب واقف ومحور تركيز الحكم واهتمامه هو الكرة مفيش حاجة تاني فكان يجب على الحكم انه لما تم التنفيذ بهذا الشكل انه فورا يعلن عن اعادة التنفيذ طيب الحكم لم يعلن عن اعادة التنفيذ واستمر اللعبة طيب مفيش حد من جملاء اللي في الملعب نبهوا انه فيه الكرة اتنفزد بشكل غير صحيح تمام؟ تمام سجل هدف سجل هدف طيب نرجع بقى هنا حكم الفار تدخل وهذا تدخل غير قانوني بمعنى ان حكم الفار ليس له دور في مخالفة اجراءات التنفيذ يعني كده هدف الاهلي صحيح الحكم تدخل بشكل غير قانوني اي تفسيرات قيلة بعد كده ملهاش اللي معنى واحد عندي يا استاذ ابراهيم ان لجنة الحكام تتحسب ان الاهلي قد يشكوا فابتدوا جملوا هذا التدخل غير قانوني البعض ابتدى يقولك اصلي دي اجراءات لا دي مش اجراءات تدخل غير قانوني تغول من الفر على بره اختصاصات هذا تدخل غير قانوني خطأ في التطبيق القانون تدخل غير قانوني واحنا مش هنفضل كل موضوع عشان مش عايزين نحلوا صح هنا نصعدوا عشان في حتة تانية يقولوا لنا ايه اللي نعمله طيب انا ليه بقولك يا جماعة المسألة في منطقة الخطورة انا هعرض لكم دلوقتي حاجة حصلت النهاردة من لحظات من نص ساعة وقع في الدور الانجليزي استون فيلا بيلعب مع بيرلي نتيجة خلصت واحد واحد بيرلي بيسجل او استون فيلا بيسجل هدف هتشوفوا الصورة دلوقتي الهدف بدأ من رمي التماس غلط يعني رمية التماس ممكن يبقى فيها فاول اوت اهيه لازم رجليته بقى ثابتة الاتنين هو رفع رجل الكرة اسفرت عن هدف الفار حبي يلفت نظر الحاكم رفض يروح له ورفض ينصع له هناك مفيش روح هناك مفيش روح يا كابتن عصام الفار ملوش روح هناك الفار بتاعنا هو اللي قطع روحه بجد اللي حصل ليلتن برح ده تهريك شديد جدا هتشوفوا كتير من اراء خبراء التحكيم وكلهم ناس افاضل وكبار مين يحاسب على البطار على انك انت على فكرة اللي انتبه لديت واحد من عشاق الاهل الكبار اللي ساز علاء حسن الالفي ابن الراحل الكبير اللي هو حسن الالفي وزير الداخلية الاسبق عليه رحمة الله انتبه هو بيتفرج هو موجود في كندا بص الناس اللي واخد الاهل معها الكندا بعتهلنا واحنا على الهوى الستاذ علاء حسن الالفي من كندا اتفضل كابتن عصام خود عندك اهداء من كندا من علاء الالفي الى كابتن عصام عفتاح رئيس جمعية بروتوكول الفار وروح البرتوكول ده كلام انا عايزة يعني هنتكلم كتير في الجزئية دي بس انا الاول باعرض عراء الستاذة خبراء التحكيم عشان ما يبقاش ده رأينا الشخص وين المصطلحات اللي بنزوقها كده وتمشي احكا عن ما صدقنا احتواء ما صدقنا لكن هو ده روح الفار في زمن الاحتواء شفنا رأي الكابتن جمال الغندور نشوف رأي الكابتن احمد الشناوي البوز ده امين عمر مواجه للتنفيذ نعم مواجه للتنفيذ انا عامل هنا بوز تاني هنا بدأ الاب بي هنا يبتدي الاب بي فيش من اللي فاتت هنا ده الاب بي بي بدأ هنا هنا الاب بي يعني الفار يا جماعة لا الاب بي هو هو بناء الهجوم الواعد الحاكم يبدأ يشيك من هنا قبل لها كابتن يعاني لا الاب لها كانت الكرة كرة النهارة دي هنا متحركة ها بداية مهم انوار قدام من هكما لعب ده الهزب هو لما لعب الكرة بالشكل ده اللي خده وراحة الهجوم مين؟ الأهل أفشا يبقى إذن هنا بيبتدي الهجوم الواحد هنا ده استئناف لعب دي مسؤولية الحكم دي بالزبط دي ده استئناف لعب وليس هناك في التحام كممكن يرجع له زمن مثلا لقلت أي التحام واضح فطبعا هنا بدأ الأي بي بي هنا لما تتلعب بقى الكرة بالشكل ده هنشوفها دلوقتي دور الفار هنا يقتصر فقط اللي أنا جايبه بعدك ايه هو هذي الكرة من هنا التسلل هل هناك تسلل لا فيه اتنين مغطين طب رامي التماس لو نفزه بشكل خاطئ وخده لعب وجاب جول الفار يقوله دي نفز التماس بشكل خاطئ لا طبعا مش دوره مش دور الفار مش دوره الاستئناف والكرة متحركة مش مخالفة دي اي بي بي مش موجودة أنا بنيابة عنك الأهلي حرم من هدف في حاجة أوضح من كده كلام في حاجة أوضح من كده يعني تربص لإلغاء هدف وأنا مستغرب ازاي انت عارف أمين عمر ترد سيد ليه قال له ايه اللي حيوديك ايه الكلام ده ايه اللي حيوديك يا كابتن يعني سيد يبدو انه كان عارف انه دي مش من بروتوكولات البار عشان كابتن عصان باي بتقول لك عادييني الناس تقرأ ونديلها محاضرات في بروتوكولات البار ما انت كسرت بروتوكولات أو يعني انت زي كنت بقى كل حاجة هترجح إلى روح كذا وروح كذا واحتواء كذا إلغي القانون بقى ووحكم بحدثك وبمشاعرك وبتقديرك الشخصي هيا الناس بيتحتاج من النصوص ليه عشان ما بقى شوجات نظر الشخصية هي السائدة أو هي الحاكمة أستاذ برايب هو الكابتن الشنو قال نفس الكلام هو أنت لو جبت من رمج تمس خطيئة تلغي جنب مستحيل لو الحاكم رجع اللعبة رجعت إنما أول ما اللعب يستقنى والحاكم يستقنى في اللعب الفاري بتدي يدخل ماروش دعوة ولعب وقت يعني الحقيقة إحنا هنفضل كل سنة يضغطوا علينا بهذه السفارة وهذا الإسلوب وتلاقي الدوري بيروح بماتشا أو اثنين الآخر يعني طيب كابتن أصمع فتاح هنسمعه لكن هي فكرة إنك أنت تعتقد إن القانون كرة دا كهانوت مخفف الصدور وما تعرفوش إلا أنت لا أنت غلطان جدا لأنه هو عمال يتكلم في أكتر من برنامج هو الرجل شاف إن كل خبراء التحكيم استغربوا جدا واندهشوا إيه الفاري اللي بيتدخل فيه ما لا يعنيه دي مش سلطته ودول ناس بيتكلموا بالقانون ودول ناس بيتكلموا بالقانون ففجأة الرجل يلف على كل القانوات هو عشان الأهلي هو عشان الجون دا للأهلي لو كان في العكس التاني ما كانش حصل لحصل لا أنا هقول لك بقى ويا ريت حضرك تجاوبني بمنتقى الوضوح والسلاس الكرة دي لو ما جاتش جون الفار هيرجعوا ده سؤال التاني رمي ربيع على لعب الكرة قطعها قبل ما تروح لأفشة قطعها لعب البنك هجمة مرتدة جاب جون هتتحسب ولا هتتلغي انت بتدور على المنشأ كان غلط رمي لعب الكرة وهي مش ثابتة على الأرض أنا معاك من النحاء القانونية لكن الفار اللي تدخل عشان يلغي جون الأهلي لو اتقطعت ورحت مرتدة جون هتعمله ايه كنت هتصفر وتحسب وتفرح انت وهو اللي جوا ده في الفار لكن انك انت تفضل تلف على القنوات وتقول عصا الناس مش متابعة القانون ايه رو القانون طيب الحقيقة كل خبراء تحكيم لما ردوا عليها رد بالقانون والكابتن عصام ما بيردش بالقانون بيرد انه دي روح القانون وروح الفار وانا عايز اقول لكم حاجة فقهاء القانون دايما بيصفوا عبارة روح القانون بانه الشيطان يمسك الاستك ده استك في ايد الشيطان لانه كل حاجة عايز تهرب منها وعايز تفسرها بمزاجك ان دي روح القانون لانه مش منصوص على روح القانون ففي الكرة حتى القانون الكرة لما تكلم على روح القانون ما تكلمش باللي كابتن عصام عايز يدي حكم الفار ما ليس له لمجرد انه لغى جون للنادي الاهلي نص القانون في كتاب قانون كرة القدم في صفحة 138 فيما يخص بروتوكول الفار واضح وصريح جدا يا كابتن عصام لانه بيقولك قانون كرة القدم لا يسمح بتغيير الاستئناف الاستئناف ده ان اللعب واقفه بتستئنفه فاول كورنر قاوت وحتى نص عليها الركلات الركنية رميات التماس وغيره الى اخره طالما تم استئناف اللعب لهذا لا يمكن مراجعتهم حكم المباراة فين الروح يا عم هنا منابي حكم المباراة مدام استئنف اللعب هو الوحيد صاحب قرار الاستئناف فطالما صفر واستئنف مش من حق احد يرجعه ده بيقولك مش بس نص يمكن يمكن في مرون انك تفسره ده لا يمكن مراجعتهم ده قالك ولذلك لا يمكن مراجعتهم طالما استئنف اللعب لا يمكن مراجعتهم هذا خطأ في تطبيق القانون يا كابتن عصام ما تنزرش علينا بالحاجات الواضحة يا اخي خليك في حاجة صعبة شوية تفهمها لوحدك لكن اذا كنت فاهم بقى انك انت احتكر قانون كرة القدم لا يا حبيبي انت مع حكامك لكن ما تطلعش علينا تسلب حقوق الاندية بتفسيراتك الغريبة دي ده ربنا ما اقبلش هذا الكلام طيب للجابهين لانه كتير اتصل بيسأل على موضوع السفر اللجنة يا جماعة اللي النادي شكلها اللي فيها الاساس العامري فارغ والمهندس خالد مرتاجي والدكتور سعد شلبي والاساس عمر شاهين اتفقت معها شركتين لاكي تورز وماستر ترافل ماستر ترافل انا قلتلكم ماستر تورز هي ماستر ترافل للتوضيع الشركتين دول هم المعنيتين بحسب تعاقدهم مع النادي بالاشراف الكامل انت حدوا كله تورز لاكي تورز يبقى هو كان مكتوب كده بس انتصلحت الى لاكي تورز وماستر ترافل دول الشركتين اللي اتفق معهم الاستاذ العامري والمهندس خالد مرتاجي والدكتور سعد شلبي والاستاذ عمر شاهين هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بقى هتسمعوا كلام الكابتن عصام عفتاح وردود كتيرة عليه بعضمة لسانهم بعد الفاصل اهلا بحضراتكم الجديد قلتلكوا قبل الفاصل انه رغم الوضوح الشديد في اختصاصات الفار الا اربع حالات اللي قانون الكرة حددهم لسلطة حكم الفيديو في انه هو يراجع حكم المباراة ورأي حكم المباراة نهاي ونافذ مش منهم بقى انه يتدخل فيما هو حق قانوني للحكم وكابتن عصام طلب الرجوع لقانون الكرة رجعتكم القانون الكرة في المادة الصريحة والواضحة في صفحة 138 يا كابتن عصام هتشوفها تاني قدامك لحسن انت فاهم ان انت بتتكلم وان الناس مش هتعرف تقرأ ولا هترجع النص هفكركم به تاني مصر المادة 138 في قانون كرة القدم عن اختصاصات بروتوكول حكم الفيديو انه قانون كرة القدم لا يسمح لا يسمح بتغيير الاستئناف قرار الاستئناف انك انت تلعب مدام الحكم اشار باستئناف اللعب من راكلة ركنية من اي وضع سابت راكلة ركنية رمي التماس ضربة حرة زي بتاعة رامي خلاص ده حتى الكابتن جمال غندون مرة بيكلموه على ان استئناف الكرة من مكانها قال لما خلاص المرونة دلوقتي انك لما تلعب متر كده ولا متر كده ما عايش بتكلم اي يعني مش ما احناش بنحط مقطة ونحددها فالكلام طالما ان الحكم شاف ان اللعب يستئناف محدش يدر رجعه ما حصلش اي خطأ ملعب الاهلي كمان يعني حتى ما يخلش ارض في ملعب الخزم طيب خلينا نسمع بقى رغم وضوح القانون علشان نديني وانا بصراحة اللي انا مستغرب له هو كابتن العصمبي دفع الغلط ليه هو ده اللي مضيقني بقى انا مستحيل يكون ضمير حكم لعب في كأس العالم وكفاءة حكم منديالي تسمح باللي هو قاله لا يمكن يكون ممكن اقدر وتفهم انه رئيس لجنة الحكام يكلم الحكام مع بعض لكن عايز افكره انه السنة اللي فاتت وهو برا اللجنة لما كان بيحضر حكام في تونس قال لهم الفار ده بوز الدور في مصر ولما مندوب جريد تلعين الاماراتية نشر الكلام ده رجع قال لما قلتش وطلع التونسيين اكدوا ان الكلام ده تقال ما علينا بس ده كان تصرف الكابتن اصامها فتاحه وهو برا اللجنة وهو جوه اللجنة مستعد يدافع عن كل البلاء وستودا بتاعته الحكام طب هيتصلحه ازاي مين اللي هيصلح اخطاء الحكام وانت بتداري وبتقول ان ده صح لمجرد ان اتحسب للنادي الاهلي او ضد النادي الاهلي هنسل مع الكابتن اصامها فتاحه في مداخلة مع كابتن متحة شلبي كان معه الزميلين الكبيرين رضوان الزياتي وشريف عبدالقادر انه قد رياضين الكبار اللي استغربوا جدا للكلام اللي سمعوه نشوفه نصير جدل كبير حول الكورة اللي حضرتك عارفها اكيد وحكمنا اللي بيعلقوا على التحكيم قالوا ان الهدف صحيح مية في المية بعد اذنك كابتن متحة السؤال اللي هو بيطرح نفسه هل الحالة ديت من الحالات التي يرجع لها الى الفر فاضل كابتن اخوة فاضل البعض الاخوة بتليموا على الاجراءات اجراءات الفار او اجراءات تنفيذ الرقالات ان الفار ما يتدخلش حافظة اقولهم ارجعوا لروح البروتوكول احنا عدنا في كنوك الفار يا كابتن لا الفار ده مفوش روح الفار ده جهاز انا محاضر فار في فيفا انا محاضر فار في فيفا لا باشا الفار مفوش روح تبنع نسمعه يا كابتن لا ياسبع لي روح ما يقوم بالنسبة لكي ساعده في المدى لا يستطيع التدريب تنسي قلت بلاك ويستطيع التعليق كبتن حسن الدحكة تلخص الأمر وشار البلية لا يدحق الإصرار ويخترع لنا شيء روح الفار تم تقول لنا في مادة كام روح الفرد بإذن الله إحنا قرنا لك مادة ده أنت مش قال الحالات اللي بيستدعى فيها الفرد عشان يبقى فيه روح للفرد ده قال لك في الحالة دي بالذات طالما السوق في اللعبة ليس من حقه ليس من حق أحد مراجعة الحاكم يعني نص واضح بيمنع التدخل فيه أي قرار يلي استقناف اللعبة ده مفيش روح هنا خالص ده نص بيمنعه بالقانون أيوة ده مش اللي روحه مش بنقول لك هو الأربع حالات اللي الفرد بيقول عليهم فممكن تقول هو بيروح القانون ممكن تخش واحدة خمسة لا ده بقول لك اوعى تدخل في الحالة دي استقل في اللعبة ليس لك الحق في التدخل كفاية يا كابتن عصام لك رصيد لا تستهلكه لا تستهلكه كمان عايزة فكر كابتن عصام عفتاح هو فكر حكامنا هو السنة اللي فاتت هنفتح روح البرتوكول السنة اللي فاتت الاهلي بيلعب مع غازل المحلة اتحسب فاول ضد الاهلي بره الثمنتاشر اللي تشاطت ودخلت ما هواش فاول على الاطلاق ما فيوش اي رحة الفاول وتشاطت من الضربة الحرة جون فاس بها المحلة واحدة من المباراة اللي قزمت موقف الالف الجدول وليك دربة جزاء في المطش ده وليك طرد مستحيل ولا فار تكلم ولا حد تكلم على فكرة حكم الفار في وقت عدم طرد لعب المحلة اتوقف 72 يوم بالزبط وكان الغريب جدا انه مختارينه من منطقة الغربية اللي منها المحلة بس لانه ما نبهش حكم المباراة اللي حصل ده اتوقف انا اعتبار انه كان مش حاجة لكن على فكرة الفاول اللي المحلة سجل منه جون الفوزي لو روح الفار وروح البرتوكول بتاعة الكابتن عصام المفروض تشتغل كان لازم ان يقول له لا ده مش فاول ده نتج عنها هدف انت مش بتكلم على ضربة حرة الكرة متحركة لا ده فاول غير طبيعي لما الناس اتكلمت ساعتها ليه الفار ما رجعش الحكم قالك لا مش اختصاصه هو يختص فقط في الاربع حالات لكن مش من اختصاصه ده يفاول ولا مش فاول انتم متخيلين انه ساعة لما كانش فيه لا روح ولا يحزنون دي وقع يا كابتن ارجع لها وارجع لرأي خبراء التحكيم فيها وقتها ليه يا جماعة انتم بتقولوا ده مش فاول ليه الفار ما نبهوش قالك لا ما لوش دي مش من الاربع حالات لكن مع الكابتن عصام الاربع حالات ممدودين ويطلع منهم الروح بقا لا فيه هنا نص يمنع قانون الاجتهاد ممكن هتقولنا تاني ونبي يا جماعة عشان نقرأ كلمة كلمة اصلا انا ما شفتش نص بالوضوح ده ده نص يا جماعة في صفحة مية تمانية وتلاتين قانون كرة القدم لا يسمع لا يسمع بتغيير الاستقناف استقنفت اللعب محدش يغيره سواء من راكلة ركنية او رامي التماس او غيره طالما شوف بقا الحسم الارب تم استقناف اللعب لهذا لا يمكن مراجعتهم لا يمكن مراجعتهم الحكام جبت روح القانون فيه لا يمكن مراجعتهم ازاي فين الروح هنا ده نص واضح بتكلم على الحالة دي استقناف اللعب ما بتكلمش على حاجة تانية هو ايه احنا خلاص للدرجة دي يعني اه الناس مش هتقرأ ومش هتفهم مش هتستوعب يعني وبعدين كل زميلة كل خبراء التحكيم منهم ناس يفقوك كتين منهم ناس حال منك انه بيتهكم احنا عايزين يعمل لهم توعية انا هعمل لك توعية واقول لك موقع بطولات راح بقى لماركت لاتنبيرج الحاكم الانجليزي السابق بعتوا له الحالة وقالوا له رأيك ايه فذكر موقع بطولات قال لك كشف الحاكم الانجليزي السابق الشهير ماركت لاتنبيرج مدى صحة هدف الاهلي في مباراة البنك الاهلي تواصل موقع بطولات دوت كوم مع الحاكم الانجليزي الشهير اللي ادار العديد من المباراة المهمة خلال مسيرته ابرزها نهاء دور ابطال اوروبا 2016 ونهاء اليورو 2016 للتعليق على هدف محمود وحيد بعد ارسال الفيديو اليه قال كلاتنبيرج وفقا لبروتوكول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجهة اللي بتحدد قوانين لعبة كرة القدم الايفاب لا يسمح لا يسمح عشان بقى نتعلم معاك عايز تتعلم معنا نتعلم مهو ده حاكم انجليزي شهير قدر نهاء اليورو فمش هيقبل ان احنا نلف على القنوات نضحك على الناس لا يسمح لحاكم تقنية الفار بالتدخل في مثل هذه الحالات من استقناف المباراة سواء تحريك الكرة او رمية التماثل خاطئة وقال كمان لذلك في هذه الحائلة كان يجب على حاكم المباراة ان يحتسب الهدف والخطأ كان على الحاكم الذي كان الحكام الذي كان يجب عليهم ان يروا الكرة وهي تتحرك قبل ان يركلها اللاعب يعني قبل ما ينفذ رامي فوقتها بيقول كمان ومع ذلك يمكنني ان افهم كذا واتم في تصريحاته لذلك فالهدف صحيح وكان يجب احتسابه لان تقنية الفار لا يسمح لها بالتدخل في مثل هذه الحالات مثل تحريك الكرة عند بداية الاستقنف اذا استقنفت يعني لو القرار ده اتنقلت واحدة اتنين جود ثلاث نقلات ثلاث لمسات من ثلاث لعيبة ازاي وصفر جود ازاي بتدخل بأي حق بتدخل انا ماخدش الامور دي بحسن نية صاذ ابراهيم ولا ااخد تدخلات الكابتن عصام بحسن نية لانه المفروض بقى انت رئيس لجنة حكام وحافظ قانونك يا كابتن عصام وعارف ان المادة دي بتقولك غير مسموح ولا يمكن المراجعة فيه ده كلام مفيش اوضح ده انا ما شفتش نص بالوضوح ده كله في قانون كرة القادر ما سابش شيء للتقدير هنا لا يسمح ولا يسمح ولا يمكن المراجعة وتشوف تلاتن بيرج بيقوله ايه وتشوفها عمل دلوقتي في الصورة هنوريها لكم تاني يا جماعة جهات جريشة تقولي بتاع جهات جريشة ده ليك ضرب الجزاء ما حسبهاش جبنا منها جون رجح حسب ده لعب اسطن فيلا يا جماعة من شوية في مباراة اسطن فيلا و بيرلي استقصوا هو بيلعب رمية التماس هنا فاول قوت رجل بره و رجل جوه ده قوت لازم ان يعاد رجل بره و رجل جوه الفار حبي يقولي انه نتج عليها هدف بعد كده حب الفار يرجعه قاله لا مش بتاعتك و حسب الهدف و اتعادل اسطن فيلا مع بيرلي في الدورة الانجليزية يا كابتن عصاب ايه رأيك النهاردة الصبح كمان الحياة في الازاعة الكابتن احمد شبير واحمد شبير مبارح الحياة برغم انه في الاول قرار الحاكم صحيح وهو واحد من المهتمين بقانون الكرة والحكام الا انه لما كابتن الشناوي قال رأيه قال له خلاص انا بعتذر ان انا قلت رأيه غلط و كابتن احمد الشناوي تلاحظوا حاجة الرجل عليه ضغوط غير طبيعية اكتر واحد بيبرر اكتر حد عليه ضغوط عشان ما يقولش حاجة تنصف النادي الاهلي او تيجي ضد المنافس تحسوا انه ماشى على الاشواك لحظوا كلامه والرجل مش قادر يقول يعاني الجونجون صحيح الجونجون صحيح للاهلي هي الكلمة عب فضل وراها الكابتن احمد شبيره كابتن السؤال الواضح وانت قلت احمد شبيره انت متخيلين لا بس اهل شو حجم الضغوط عاملة ازاي يا جماعة لمجرد ان حد يقول كلمة حق لصالح النادي الاهلي تبقى عليها كل المشاكل دي احمد شبير الصبح في اليزاعة اتصل بالكابتن سامير عثمان اللي موجود في العمرة فالرجل مش هيكذب سأله على اللي حصل في الراديو نسمعه كابتن السؤال الواضح وانت في اطهر بقاع الارض فاكيد مش هتجامل ولا هتقول رأيه يعني يخلف على قلق قناعاتك يعني هل شفت اللعبة ولو شفتها رأيك فيها ايه وقانون بتعادلاته الاخيرة بيقول ايه تماما يا كابتن اللعبة بتاعت مرات الامس الاهلي وندي البنك سألي هدف سليم تم اغاؤه خطأا لماذا؟ ليه ان ده اه حرك لتضيق اه 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 نعم اه 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 نعم لا يمكن لا يمكن مراجعة اللعبة وصنبادنا بتاعتك قرور يعني أنا بشيء تأدير كابتر أحمد شوبر أقوله لا يمكن لا يمكن مراجعة اللعبة يعني أنا بشيء تأدير إدار مش إدار لا لا قرور لا يمكن مراجعة اللعبة في الألعاب التي تم استقنافها لأني إيه؟ عشان سهلة تفصلت لك حوالي سنة كنت اشتباه حددك ايوه لأجراميك الثماث غلط لأجراميك الثماث غلط وتم إحراز منها هادم الفارد غير حق لكو مراجعة اللعبة شفتبها وصنبها ليه؟ لأجراميك الثماث غلط حاجة تأخرين تشوف أوقات الراكلة مزبوط 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 كلمة لا يمكن مراجعة الحكم يعني المراجعة غير قانونية هذا خطأ في تطبيق القانون أي واحد هيجمل يعني منه بقى لضميره لأن الحقيقة لا يمكن العبس بالعقول إلى هذا المدى إحنا قربنا يا أستاذ إبراهيم نقف به أحداد على ما يحدث في أنكرة المصرية أين يعني متى يمكن أن الواحد يحصل على حقه الواضح؟ هنا مش بنختلف على تقدير مش بنختلف على ناس بتحسبوا ناس ما بتحسبش حتى ازدواجية المعايير مش بنتكلم عليها إحنا بنتكلم على مخالفة واضحة لقانون قرة القدم وقانون البروتوكول على فكرة وإحنا بنعرف ده الصديق العزيز الدكتور منصف اليازجي منصف اليازجي صحف كبير في المغرب وباحث في الإعلام المغربي بعتلي قال لي هدف الأهل صحيح ولا يمكن مراجعته فيا كابتن عصام هتدحكوا علينا الناس هتفرجوا علينا الناس والمصيب أن أنت تدافع دي المشكلة بجدد ده بتهكم على اللي بيقول الكرة جوه عشان كده ما كانش غريب أبدا أن أنت النهاردة الفيفا يعلن أسماء الحكام اللي رايحين كس العالم في قطر في 13 حكم عربي مصر ممثلة بحام الراية واحد محمود أبو الرجال ممكن أعرف حاجة أستاذ برايم هو الكابتن عصام مسؤول عن التحكيم من 2015 مش كده ولا 2016 من إمتى من خمس سنين مش كده بس هو بيروح وييجي اللي جن بتتغير مؤثر وصاحب قرار عضو مجلس مسؤول يا مسؤول هتبدأ تطور في التحكيم خمس سنين ولا يتطور هتوعد تقول لي بابني فريق جديد يا عم إحنا عمالين ننزل درجة أولى أو ننزل درجة ثانية بقى ما أرس لي بابني فريق جديد يا كابتن عصام انت مطورتش حاجة يا كابتن عصام مطورتش حاجة غير أدخلت لنا مفاهيم تم دسه مدمرة في التحكيم وعمال بتبرر أخطاء لما خلصت على التحكيم يا كابتن عصام انت من كتر تبريرك للخطأ لم يتقدم مستوى التحكيم في مصر هتلي نادي واحد موافق إنه متظلامش هتقول لي ده معنى العدالة لا الربط عندها ربطة الأندية عندها شكاوي من الاتحاد ومن المصري ومن فيوتشر ومن الأهل ومن معظم الأندية يوم يطلع أقول لك إيه أصلي في نادي ما احنا قلنا إنه عليه ضربة جزاء يا سلاح ده ضربة جزاء إيه انت عملت يدي له ضربة جزاء لا تحتسب عليه شيء يا راجل طيب على فكرة الخطورة في الموال ده إيه يا جماعة يتحسب لي الغالجون أو ما يتحسبش مش ده الموضوع يخسر نقطة يخسر المباراة الاتتود التوجه الخطورة انت بتصدر مفاهيم إيه للحكام بتوعك لما طلعت الدافع عن محمد عادل في المباراة الغالو الزبالك وهو بيقول له جنش بيقول له انت عايزة تطلع كم وانا رايحك كده في منتهى السخرية منه أبو جبل سوري انت عايزة تطلع كم وانا رايحك وبيعمله بالطريقة دي والتالي بيتجاهله فيطلع كابتل عصام بيقول لك الصديق كانت فترة الاحتواء انت بتعلم حكامك ايه ان الحكام ينتهك القانون عشان يحتوي خلص عليهم يا جدا انت المسألة في منتهى الخطورة بجد لانك انت بتصدر مفاهيم وبتثبت معاني عند الحكام تودي في ستين داهية انه يرقف بأي فريق لمجرد انه دخل في مرحلة الاحتواء والنهاردة دخل في مرحلة روح القانون وروح البروتوكول فاي حد هيتدخل في ما ليس من اختصاصه وخارج نطاق القانون هيقولك ما انت قلت لي ان ده بموجب روح القانون ده كلام في منتهى الخطأ والخطورة مش بقضية لا ليخسر ماتش ولا يخسر بطولة حتى الخطورة في تدمير مفاهيم الحكام بهذا الشكل تشكيل مسئولية وضمير الحكام بتوعنا بالطريقة دي خد منهم احتواء بعد كده خد منهم روح القانون بعد كده الحقيقة شوفنا كابتن ساميرو عثمان اتكلم ازاي وشوفنا كابتن ياسر عبر اوف وهنا عايز ارفع القبعة لكابتن ياسر عبر اوف وهكذا يجب ان يكون مستوى ضمير محلل التحكيم ضمير لان الراجل ده يا جماعة كان في قناة الاهلي بيحلل اداء الحكام تعاقدت معاه الشركة اللي بتدير قناة الزمالك راح يحلل اداء الحكام في الحالتين هو يحلل فقط اداء الحكام ملوش دعوة باللوجو اللي موجود على الشاشة ولما راح قناة الزمالك حب مرة خلد الغندوري يستدرجه كان في قناة الاهلي بيقول له قال له عمر في قناة الاهلي مقلولي تقولي وما تقولش ايه عمر محد بتدخل في رأيي وانا بحلل اداء الحكام الكلام ده قاله كابتن ياسر عبر اوف وهو على شاشة قناة الزمالك في حق قناة الاهلي وهو في قناة الزمالك ايضا يحتفظ بعدلته وموضوعيته وضميره يا كابتن عسان ضميره امبارح ياسر عبر اوف في قناة الزمالك استغرب من حاجة كلنا اندهاشنا لها هو ميده سلامة ده حكم الفار اللي امبارح نقط فيها ودخل في المسألة عشان يلغي الجون فيما ليس هو من اختصاصه مش عايز اقولك ان ده من منطقة بورسعيد والمفروض يكون فيه سنس شوية سنس شوية في التعينات لكن كمان السنة اللي فاتت ده حكم الفار او حكم المباراة بتاعة الاهلي والبنك الاهلي انت بتكرروا بتكرروا لذات المباراة اللي حصل فيها مشاكل برضو هو عمل مصيبة السنة اللي فاتت جون اي من اشرف لو فاكرينه جون صحيح مية في المية لغاه لدرجة انه لما ميده رجع عرض الحالة على احد الحكام الانجليزين الانجليز جيجزا اعتقد قالوا لو لغينا الجون ده هنلغي معظم اهداف الدنيا كلها واحد طالع عامل جنبه وحطه الكورة تقول لي ساند في واحد طالع معاه ما هما الاتنين في صراع على الكورة لكن تعين الحكم ده اسمع كابتن قصام رأيي المحترم ياسر عبرعوف في قناة الزمالك ولكن انا ما ذكرت اكتر مرة محاياة هنا في المكان ده ان ما نحطش الحكام تحت ضغوط نحط الحكم المناسب في المباراة المناسبة النهاردة مثلا احنا بمفجئنا بميدو سلام حكم بار طيب ميدو سلام من الحكام الكويسين ومن الحكام اللي انا بحبها ولكن احطوط حكم بار في مباراة الاهلي والبنك الاهلي تضغط وهو كان عنده سابقة في الاهلي والبنك الاهلي طب انا عندي كم حكم انه هو ماشي انه يمسكوا من اللي قالوا اوفوا تكلمني وكده انا عندي كم حكم بار لعب السنة دي حوالي تسعة وعشرين مش لقى حد في التسعة وعشرين احطوه في المطش ده غير ميدو سلامة طب معلش انا اسف اكتب معلش محترامي لكلامك يعني الكلام ده كان السنة اللي فاتت اه تمام اه خلاص بقى يعني اتبح بقى كابتن ميدو سلامة وما خلوش يحكم بار الاهلي تاني مش الاهلي وبنك الاهلي يعني فرقت في ايه ما هو مطش في الاهلي انا حكم وبقولك بتفرق تمام انا حكم وبقولك بتفرق تمام انت في عندك اه يعني نقول ايه نسميها ايه الذاكرة سيئة تمام فانا ليه ابقى ابقى مضغوط طب والنهاردة الضغط ده قدى لايه قدى الغلط تمام اين هو يبقى فانا لو بعدته وحد الرغلت ماشي هتبقى مقبولة وممكن تعدي يعني فيه يعني والله العظيم هو المسألة واضحة جدا والله يا جماعة والله واضحة جدا لدرجة انك على شاشة نادي زا مالك بتسمع من خبير زي الكابتن ياسر وقولك وانا بقى هارجي الحكام ليه راجل عنده ذكرى سيئة اجيبه يكرر نفس الذكرى السيئة بمسألة اسوأ هو النهاردة ميدو سلامة استفاد ايه بالعكس اه استفاد ازى النادي الاهلي تانى ربما يكون هو عايز كده ربما هو مش فاكر سيئة فاتحي بتاع الاسماعيلية بعد المطش وقالك انا روح تحتفل على القهوة في الاسماعيلية بهزيمة الاهلي يا حبيبي كان الاهله اتحاد الشرط ده احتفل في البرنامج بتاع مودرن في وسط جمهور الاسماعيلي بالفنيل للصفرة وبيضحك وقالك الحكام بجمه وهو حكم قبلية مطش الاهلي مشاه الشرط اللي خسارنا فيه اه ورفض حسب ضرب الجزاء وهمية علينا ورفض يحسب ثلاث ضربات جزاء للنادي الاهلي في الموسم بتاع المباراة الفاصيلة اللي ولك تجامل فيها الاهلي انت اصلا اسماعيل مقربش مني الا بمثل هذه المباريات انا كنت فارق سبع نقاط واخد بالك فمش معقول يا جماعة محاج بيحاسب حد للدرجة دي العالم كله بيحاسب غانة غانة بتطهر نفسها واحنا بنعمل ايه طيب الحقيقة كابتن ناصر عباس خبير التحكيم في شاشة الاهلي انبارح مع كابتن ايمن شاول استوديو التحليلي يعني سجل رأيه بوضوح شديد جدا انه ما كان على الحكم انه يستجيب لحكم الفيديو اللي ما كانش عليه اصلا التدخل ودي مش بتاعته وده تغول منه وخرق للقانون انت القانون واضح وصريح الحالات اللي انت محدد لك التدخل فيها دول اربع حالات براهم ده بقى قانون نعمة مش قانون الكورة مش صفحة 138 كابتن جمال الغندور صديقنا العزيز محمد شبانة استغرب شبانة جدا لقرار الحكم الحقيقي فسأل الكابتن جمال الغندور بعد ما جمال الغندور خلص معمويب رد كمان لمحمد شبانة نشوفه ايه اللي هيشغل الحكم عن الكورة؟ مفروض ولا حكم مظبوط يبقى المفروض على الحكم انه شايف في الحالة بتاعتنا النهاردة انه الحركة بتاعتها دي مش يعني ما حطهاش بالاعتبار بدليل انه ما صفرش بدليل انه هو مع ايه ما عادش الايه التمثيل مظبوط تمام طيب بعد كده يجي الجول طيب هنا هنا الحالة اللي عندنا ايه؟ هنا اعتبرها خطأ في الاجراءات في اجراءات التنفيذ تمام خطأ اجراءات التنفيذ ده لا تدخل لحكم الباسكت ما يا كابتن بعد ده حاجة هتجنن بقى مالحكم انا مسألك سؤالي طب انا مرنبى عليش اسمحلي بس اعمل وقت مستقطع زي الباسكت شاد اخد في سؤال اقول لحضرك بتقولهولي ده دي مش من اساسيات من اساسيات او البدايات اللي مفترض عارفها حكم الفار اه طبعا طب يستدعي ليه؟ بروتوكول الفار واضح طب يستدعي ليه؟ يعني الحكم اللي موجود يستدعي خلينا برضو ايه فرصة امتى امتى في تنفيذ الركلات امتى حكم الفار يستدعي الحكم اذا تنفذت ركلة بشكل غير قانوني يعني غير قانوني هتديلك امثلة المثال الاول انه اللاعب لمس الكرة مرتين تمام يعني هو بينفذ الثور ولمسها تاني تمام وبعدين ميشي تجي منها جول الحكم مظوري يتدخل تمام لانه لازم تروح لحد تاني غيره تمام الحاجة التانية انه فيه ركلة حرة غير مباشرة اتشاطت في الجول مباشرة ومداخل الجول يستدعي الحكم تمام والحكم ماخدش بال تمام تمام الحاجة التالتة في اسقاط اسقاط القورة اسقاط القورة ده في القانون عندنا لا يصح ان يحرص منه هدف مباشرة فعملنا اسقاط والاعب ميشي بالكورة وجابها جول ما لمسكتش حد تاني يتدعي ويلغي ويرجع كل ده مش متمثل في الحالة بتاعتنا طيب الحالة بتاعتنا دي بقى يجي تحت باندي ايه خطأ في الاجراءات خطأ في الاجراءات طبقا لا تدخل لحكم الفار والحكم تجاوز عنه ومساب اللعبة تاكمل بالضبط كده والقانون بيقول لا تدخل لحكم الفار انا بس بردد اللي حضراتك بتقول عشان الناس تبعانش والقانون بيقول لا تدخل لحكم الفار الحالة دي لا تدخل طب ايه اللي يخلى امينه عمر وحكم دولي وحكم كبير يردع هو حصل نوع من انواع اللابت طبعا هما ما يقصدوش طبعا ان هما وفي حاجة اسمية كده يا كابتن انا لازم اقول اللي هي واللي علي اللابت اللي حصل عندهم في الشرش اللي شرح لهم شرح لهم ويمكن ما وضحش الشتة دي يا كابتن حاكم كابتن امينه عمر ده حاكم دولي حصل لابس لابس انت بتقول مش موجود قطعا انا بقول مش موجود احتمالا لان انا في الاخر معرفش انا بقولك انا بقولك احيانا احيانا بيحصل لابس انه ده خطأ في التنفيذ بس يا كابتن اللي قالها بدل ما يقول خطأ في تطبيق القانون ممكن نكون ممكن نكون قال الحالة دي من منهم ودي مش صحيحة مش موجود يا كابتن بلاجنة بتهزر لو احنا بنشرح للحكم غلط لأ لأ وجايز الكلام ده وجايز الكلام ده جايز الكلام ده من حد تاني مغلط حاجتين مهمين جدا 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 طبعا طبعا انك انت تدخلت بعد السقنا في اللعب طب امين عمر بقى مش فاهم القانون راح ليه يبقى مكابتن سادة بالحافيز بيقولك انت مود رايح ليه مش بتاعتك تطرده هو قالك بيقول لي انت احنا هنهزر هو لما لقىك رايح فقلا ما احنا كده بنهزر همال بنعمل ايه لا مش بنهزر احنا بنهرك لما بكسر قانون طب الفارد مش فاهم امين عمر مش فاهم وبعدين رحت يا امين عشان تقول ايه هتقول له انت مش دورك انك تراجعني انا استقنفت اللعب هو انت استقنفت بالضبط انت فاكر الكرة اللي اللي جات جول وقالك مش عارف ايه لا بس الاهلي بادم سنطر لو كان سنطر الاهلي بسرعة ما كانش ادري للغيها ها جبنا جون وطلقي كده السنة اللي فاتت برد اي كان جون صحيح يعني فا فا ها دي بالضبط كده هل انت تقدر بعد ما تسنطر تلغي جون لا لان بيقولك لا يمكن بعد ما تسنطر تلغي جون بعد استقنفت ما ده استقنف اللعب هاي ده اللي عملته امبارح في فاول استقنفت استقنفت زيه زيه لو انت جبت جون حتى مشكوك فيه مش بقى مش حاولك جون سليم بس استقنفت خلاص لا يمكن يرجع فيه فانت ده خطأ في تطبيق القانون مش عايزة جدال وانا مندهش جدا جدا من امين عمر وهو حاكم دولي زي ما بيتقال او زي ما ما سمعنا ولسه راجع من تحكيم في البطولة الافريقية متسببا في ازمة برضو كبيرة لكن انا كنت متوسب في الراجل ده الحقيقة في الحاكم ده فعلا كنت متوسب انه هو عنده سمات انه بقى حاكم كويس يلحق نفسه بقى لان كده انت انت حتخليني يعني انا غير نشكو حقنا بقى محدش يصدر على حقنا لان لما تبقى انت الظار مش من حقه بس انت فاهم ان ده مش من حقه وتروح له وكمان تاخد بقراره انت ازاي ترجع بعد ما استقنفت اللعبة ترجع تاني لأساس اللعبة من الاول ايه قانونة ايه سنة لك القانون يبقى في الرجوع يعني انت خلاص اللعبة مشت لا يمكن مراجعته لا يمكن مراجعته القانون ما تسبش صغرة للشك او روح في الموضوع ده هذا موضوع لا يمكن انا مر مرور الكرامة أستاذ براي عشان كده هو الكلام فقط لانه خلاص انت روح القانون وروح البروتوكول اللي قال الاحتواء مش كتير عليه انه يقول ان روح القانون انه يوجد عند حكامنا فكر وفهم الاحتواء انك تقدر تحتوي طريق لا ده قال كلمة اخطر قبل كلمة الاحتواء المانجمنت الادارة اه ده وقت مش تطبيق القانون ده وقت الادارة ان احنا ندير المباراة مش نحكمها فننتهك القانون فجيك حالها يدفع عنه احتواها جيك حالها احتواها قالك احتواها حطلها لابز كده طب يا جماعة انتو كده يعني امين عمر راجل حكم دولي سيبك يا سيدي من الفار والبروتوكول والروح والكلام الفارغ ده كله انت قدام ضميرك انت قدام المادة صفحة 138 في قانون الكورة انت بتفقتك وضميرك اليوم انت شايف ان ميدو سلامة غرأك وورطك واستدعاك واستدرجك وانت وقعت في الفخر هل انت قابل ده هو مين عمر لو ولا عندك الجراءة اللي انت استحتمتها من كم سنة وانت بتحكم ماتش في القسم التاني اعتقد كان النصر والمستقبل وروحت كتبت في تقريرك ان انت اخطأت في الواقع دي وتم تعديل اعادة المباراة بناء على اعترافك لا يمكن حقيقة استرد الثقة اللي لو عمل كده اللي لو وقف لحظة مع ضميره سيبك من عصام عفتاح مش هينفعك ومش هيشفعلك في تاريخك عصام عفتاح او الكابتن عصام عفتاح يومين وهيمشي من اللجنة يومين وهيمشي من اللجنة ورابطة الاندية واتحاد الكرة خلاص فاضل كيل لانه الشكاوي كتير جدا هو مش فاضل للتحكم المصري يا سيد إبراهيم اه مش فاضل للتحكم المصري ولو اتكلمنا هنلاقي تفاصيل كتير جدا مش ده وقته مش ده وقته بجد لكن فكرة ان انت نصدر مفاهيم ونشكل وعي وضمير حكامنا مرة بالاحتماء ومرة بروح الفار وروح القانون لا معرفش بقية الحكام لما يتدخلوا في كل حاجة بعد كده حكام الفار رئيس اللجنة هيقولهم ايه هيقولوله الاسطة القائل مش انت اللي قلتلنا طب هتعمل ايه الحكام دول هيشتغلوا ازاي مع غرفة الفار هترجع تقولهم لا انا كنت بقوله الكلام ده في الاعلام وكنت بدافع عن امينه على الموقف ده كلام يا جماعة في منتهى الخطأ سدقوني انتوا بتشكلوا ضمير الحكام ومستواهم بشكل فعلا متدني جدا ونرجع نقول مروحناش كاسل العالم السنة اللي فاتت في مرش الزمالك والماصري اللي احتسى فيه ضرب الجزاء للزمالك وهو بيعرض ما قالوش اهيه شوف فيه فاول ياسبقها فاول باقة دافعة لمدافع الماصري ان دي تلغي ضربة الجزاء ما هو حاجات يا برد بتعدي والناس ما بتتكلش فيها صحيح هاتوها وشوفوها انتوا هتشوف عجب هنطلع على الفاصل وبعد الفاصل هنشوف تفاصيل تانية في روح القانون اهلا بحضرتكم من جديد طيب شوفنا الاهلي وشوفنا البرتوكول الفار وازاي تم التحايل على المسألة لمجرد ان الاهلي اتلغا له هدف ويطلع كابتن عصامها وفتحه لك هي كل الدوشة دي عشان الهدف اللي اتلغى للاهلي ما لو كان لأي فريق تاني لا والله لو كان لأي فريق تاني انت فيه فرق مسؤوليها بيردوا عليك وبيتعاملوا ازاي انت ادرى من الجميع بالطريقة دي الاهلي لا يمكن يتعامل بالشكل ده خالص وكابتن سلام حفيز لما لما قال اعتراضه لأمين عمر اعتراضه على انه دي مش بتاعته انت راح للفار ليه ده كان كلام في صميم القانون اللي احنا عرضنا لكم وجهات نظر خبراء ومحلل التحكيم فيها احنا ما ابدناش رأينا الا لما سمعتوا كل هؤلاء الخبراء وماردناش نعرض لكم الكابتن ناصر عباس لانه محلل في قناة الاهلي قال نفس الوقاع ونفس المنطق ماردناش نساند اليه باعتبر انه ده موقفه في قناة الاهلي لكن شفتوا الاراء بما فيها قناة الزمالك شفتوا كابتن ناصر عبر اوف المحترم يا كابتن عصام بضمير حقي شفتوا قال ايه احنا هنا بنتكلم على ازاي هنشكل ضمير حكامنا وفاهمهم للقانون الكورة واحنا بنشوشهم بابنا القانون والتار نتيجة سياسة دي عمل التطور على مدى خمس سنين ولا عمل التخاخر طب اغير انما ايه اللافة على القانوات ده ايه ده وفي كلام كله مش صح يعني دلوقتي شكلت ايه دلوقتي يا رئيس الاجد حكامي يا محاضر يا دولي وانت بتحاول تخبي الفقرة اللي بتمنع منعا تاما من مراجعة الفار او اي جهة اخرى طالما تم استقناف اللعب لا يمكن لا يمكن كده ولا يمكن مراجعة القرارة والاعتداد بحتة السنة محاضر يا سيدي انت محاضر حتى لو كان يعني تدخل على لسلة المحاضرين المعتبتين في الفار لا بس هنا بقى نقف بار لا نقف هنا استاذ ابراهيم ان كنت لا تدري فتلك مصيبته يعني كنت لا تدري ان ده خانون بند واضح وصريح لا يمكن للفار ولا في حاجة اسمها روح للفار ان كنت لا تدري تلك مصيبه وان كنت تدري المصيبه اعظمه فملاش حالة اله فمن فضلك ما تتمسكش او بالحتة دي ده الفارو اللي حصل فيه لكن كمان حتى ادارة المسابقات اعلانت جدول الدوري الاهلي عنده مباراة فاينال يوم تلاتين والكاف فرض عليه انه يروح المغرب هل معقول الاهلي وانا هنا بتكلم بقى للناس اللي بتتكلم على مبدأ تكافر الفرص فرق الدوري كلها تلعب كل اسبوع مباراة الاهلي يلعب كل ثلاثة ايام مباراة ليه يقولك مؤجلات طيب انت اجلتلي لان انا كنت بلعب انا ما كنتش بتفصح ما كنتش بتفصح في مارينا والله انا كنت بلعب مباريات اصعب سواء في دور الابطال او في كأس العالم لانديه او او فبالتالي انا كان عندي مباريات تانية فيها سفريات وفيها تعب وفيها منافسين اشداء فلما ارجع للمسابعة المحلية تضغطني بالشكل ده والحجة اصلا انت كانت متأجلك ايما انا متأجلي بناء على ده انا من حق الطبيعي والقانوني والبسيط والبديهي واللي بيحفظ ما استكافه الفرص ليا مع المنافسين في المسابعة المحلية ان انا قلع في الفترات الزمنية البينية اللي هما لعبوا فيها مايلعبش فريق زي الزمالك يوم الاربع ويستني يلعب للاربع اللي بعد منه او السبت ويلعب السبت اللي بعد منه وفي الاسبوع ده الاهلي يلعب ثلاث نطشوات والكلام ده ينطبق على الزمالك لو الزمالك مستمر في البطولة او المصري او بيرامدز المفترض يعاد النظر خفيفة ارتباطات الاندية المصرية خارجية لما بتأجلها بتأجلها عشان هي في مهام بتلعب عدد مطشوات شوف اللي اهلي في نفس المدة الزمنية لعب كم مباراة مقارنة ببقية الفرق المحلية اللي ما بتشاركش خارجيا فلازم ان نتغير من فكرة ان انا عشان مؤجل اقبل لا ما قبلش الاهلي باعتي يطلب تأجيل مباراة اللي هي يوم كما جماعة يوم 25 يعني انت لعبت الاهل مبارح الاربع ويتمرن النهاردة ويدخل بكرة معسكر عشان يلعب بعد بكرة مباراة برضو قوية مع امبي ثم السابت يلعب او الاربع يلعب كمان مع استرن كامبان يعني من الاربع للاربع التمنت يام دول فيهم ثلاث مطشوات ده قبل ما يسافر المغرب انت بتخلص على اهلي ليه ايه ده ايه فكرة ان انت بتخلص عليه حصلت قبل كده قبل الاهل ما يسافر لما تهزم الهزيمة التقيلة في جوهانسبيرج كان بسبب ان انت خدت الاهلي رايح جاي لمدة 9 او 10 ايام لعبت اربع مطشوات كم من ضمنهم المطش الوحل اللي كان في برج العرب طب هو جاجل فني وانه بيعمل ايه في الكلام ده انت بتخيلين يعني هو لما الجاجل فني بيتطر احيانا يرايه حد ولا يعمل حد ولا ما هو نتيجة كده استاذ براهيم يعني مش مسألة كلها واضحة ان فيه اخطاء تشكيل لا فيه فيه الزعف ضغط عليك له تمن يعني ربطت الامدية المغربية عدلت مباريات الودادة عشان هيلعب الاهلي ريال مدريد الربطة الاسبانية عدلت له معاد مبارياته وريحته عشان هيلعب لفربول انتو يعني بتدايقوا الاهلي قوي ليه كده ليه كده وبعدين لما يبعت يطلب يقولك طب اجل مباراة استرن كامبني يقولك لا ما انت كفايا انت عندك خمس ايام قبل مباراة المغرب وانت مش واخد بالك ان الخمس ايام دول انا مسافر يعني انا اتواجد في المغرب كنت لعب كمات شابليها اربع ايام قبل المباراة طب قالوله مفيش معاد طب عندك انت معاد في يونيا مباراة للمنتخب هيلعب فيها فترة توقف المنتخب هيلعب فيها مباراة ودية مع كوريا الاهلي طلب انه طب ما تتأجل مباراة استرن كامبني للفترة دي قالك لا ايهاب جلال عايز اللاعبة بالكامل للمنتخب لان دي مباراة ودية يا جماعة هو انا بضحب فريق راح يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا عشان مباراة ودية للمنتخب مع كوريا يقدر المنتخب يخدها من غير لعبت الاهلي واسترن كامبني لو حد راح من المنتخب هو ايهاب جلال هتعرف على لعبت الاهلي هل ده هتأجل مباراة استرن كامبني وحطها في الفترة بتاعة المنتخب مع كوريا سيدي بنائص التلات اربع لعيبة المصابين اللي في الاهلي اللي يروح المنتخب وهو كابتن يهاب جلال مش محتاج يتعرف عليهم ولو هتوقف على لعبت الاهلي اللي المنتخب يبقى اقفلوها احسن لان انت مفترض عندك منتخب بيلم من كل الاندية ده كله عشان ما تأجلش للاهلي مباراة عشان تلعبوا تلات مطشات في اسبوع تخلص عليه بدنيا بالشكل اللي انتو شايفينه ده قبل ما يسافر المغرب وبعد كده يتقال اسوسيالت الوزير بيدعم فريق الاهلي طب ما هو بيدعم فريق الاهلي يعني خلينا نتكلم ما هو الدعم بالبيانات الدعم الايجابي انما الدعم بالبيانات سهلة جدا الدعم يبقى بالموقف تعال يا اتحاد كورة هي مدائدش قدامكم انتو لو بتخلصوا على فرقة عايزة تروح تعمل انجاز كبير الكلام ده سدقوني هقوله لو اللي هيشارك ده الزمالك او برامس او اي فريق مصري حق علينا ان انت تدي له اكبر قدر ممكن من الراحة وعلاج لعيبته لما تريح الفريق اسبوع بس قبل ما يلعب الرجاء او وفاق الصيف الحالة البدنية كانت فارقة وواضحة عايزين اللي اهلي يكسب ولا مش عايزين يا ربطة يا اتحاد يا كورة المسألة بصراحة غريبة جدا الروح الرياضية الحقيقة كانت الناس اللي بتتكلم عليها كان فيه درس فيه مباراة اللي وفاق الصيف دراكوفيتش المدير الفن الصربي لفريق وفاق الصيف بعد المباراة وده اللي احنا بنتكلم عليه على الرياضة ومفاهمها والخواجات ازاي عندهم حتى الاشقاء في الجزائر عندهم هذا التقدير للنادي الاهل وانا هنا بتكلم على حده طلع يقولك ما تشوفوا الاهل اللي بيعمل مشاكل عمل مشكلة في السودان ومشكلة في المغرب ومشكلة في الجزائر انا بس اللي ما بعملش بشاكل والاهل اللي بيعمل وحيعملها فيه لا في السودان تقدر ترجع تسمع كلام مسؤول المريخ واحترامهم للاهل واللي عملوا الاهل مع المريخ لما رحب بيه يلعب هنا اما الاشقاء في الجزائر فانا اعتقد اللي انتو شفتوه واللي انتو سمعتوه استحق فعلا ان الاهل كمان يشكر مسؤولي وفاق الصيف والاتحاد الجزائري والاستاذ العامري فاروق رئيس البعصة اتكلم كتير على دية والاشقاء في المغرب اول بند في قرارات مجلس الادارة انه لا احد يمكن ان يمس علاقة النادي الاهلي واحترامه للاندياء المغربية الشقيقة ولكل اسرة الرياضة في المغرب ده مدرب وفاق ستيف السير بدراكوفيتش نسمعه اشتركوا في المغرب 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 يتقدم النموذج الطيب فالناس بيتقابلك بنموذج طيب إلا فيما رحمة أو فيما نظر يعني بفعل فعل لما حد بيسمم الأجواء ربنا يبعد عننا أبناء إبليس طيب الحياة في حتة الروح الرياضية وانخفاض منسوب الروح الرياضية في المسابقات بتاعتنا لأنه محدش بيعترف لحد بتفوقه ومحدش عنده استعداد أنه يقول للفايز برافو أو مبروك إلا لي أخد بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في تونس الزمالك كان حقه يشارك في البطولة بس الزمالك كان عنده قيد عاجل أنه أضاف ثلاث لعيبة في نهايات الدوري كان المفروض ترتيبه في الدوري المحلي المتأخر كان في الراوند الأولاني السادس تقريبا قدر يضيف ثلاث لعيبة في فترة الانتقالات حتى وإن كان اتقال أنه الاتحاد سجلهم له بشكل مواش سليم مية في المية قبل ما البطاق توصل بتاعتهم بطاقات الانتقال ما علينا في النهاية اللي حصل أنه الزمالك أضاف لقيمته ثلاث لعيبة الاتحاد الأفريقي نظامه وليحته أن الفرق اللي بتشارك في البطولات القرية بلعبين يجب أنهم يكون مضى على قيدهم في النادي على الأقل ثلاث شهور فالقيد المفاجئ بتاع الزمالك اللي لعبته ممكنهوش أنه شارك بيهم فأثر السلامة وإن سحب مرضيش يشارك في البطولة سافر الأهلي حقق الأهلي الفوز بالبطولة بالشكل اللي انتوا سمعتوه من الكابتن كريم بن عياد مدرب الترجي أنه الأهلي لأح في حتة تانية ومستوى تاني وقوة تانية واحتكر هؤلاء اللاعبون خمسة منهم من الأهلي أخذوا الألقاب الفردية أحسن لعب وأحسن معد وأحسن ضارب وأحسن حائد صد الألقاب الفردية كلها في البطولة الأفريقية احتكرها لعبه الأهلي أنا هنا وأنا بتكلم عن الروح الرياضية لقيت كابتن خالد الغندور وهو بيفصر غياب الزمالك يعني أنا بقول لكم النهاردة إحنا لما بدأنا الحلقة قل نهاردة لك للعبت الأهلي لكورت اليد عملتوا اللي عليكو ومبروك للزمالك فوزوا ببطولة كأس الكوس الأفريقية لكورت اليد المباراة خلصت 28-27 الاتنين يعني واجهة محترمة جدا لكورت اليد المصرية في أفريقيا إن أنا يبقى عندي فرقتين الصبر الأفريقي لسه من أسبوع الأهلي كسبوا في النيجر على حساب الزمالك ويلعبوا فاينال بطولة أفريقيا والزمالك يكسب بفارق جون فارق جون ده يكشف فعلا عن حجم الندية الكبيرة والتكافر ويشرف أي رياضي مصري إن يكون وجهة كورت اليد فيها الأهل والزمالك بالقوة دي وبالمستوى ده على مستوى أفريقيا هنا الروحة الرياضية لازم تجبرنا نقول مبروك للزمالك برافو عندك فرقة قوية جدا ماشي على الخط عندك فريق فعلا بيحق بطولات يستحقها وبرافو لعبت النادي الأهلي برافو إن أنتوا حتى وإنتوا بتخسروا بتخسروا بفارق هدف وإنتوا أبطال السوبر الأفريقي وإنتوا المتأهلين لكاس العالم الروح دي ما لا يهناش أبدا والكابتن خالد الغندور بيبرر أسباب غياب الزمالك عن بطولة أفريقيا للطائرة قال لك أصل مين هذا لازم أن أدور على تفسير شيطاني أصل الكابتن فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة لعب ومدرب الأهلي وأبو فلان لعب الأهلي فبالتالي غير اللايحة بسرعة علشان يمشي الزمالك وناسي إنه نائب رئيس الاتحاد الأفريقي والمؤثر الأكبر الكابتن متحة البلتاجي ابن ومدرب ورئيس نادي لو هم مش هيقول كيادة أحد قيادات نادي الزمالك فعضو في لجنة هيغير اللايحة يوافع عليها نائب رئيس الاتحاد ابن الزمالك هنا الروح الرياضية مش موجودة إيه اللي بيحصل في الكرة الطائرة واللاحق الجديدة الغريبة جدا معنا على الهاتف الموسوعة الرياضية بقى والنقد الرياضي الموسوعي وواحد من المهتمين جدا بالكرة الطائرة وبكل لعبة الحقيقة الدكتور طاري الأدور مساء الخير يا دكتور أهلا متشكين إذاك أستاذ إبراهيم وأنا إذاك يا دكتور احنا صحناك من النموة اللي ما نشدعهم بالرد على حد لا نقول لوايح طيب تحب بقى برؤيتك النقدية تعرج على موضوع روح الفار والبرتوكول قبل ما ندخل في الكرة الطائرة كرة الطائرة طبعا تعليق واضح وصريح يعني مش محتاج جدل محتاج إننا نقول حاجة واحدة بس أن البارش طائعة للتدخل في أربع حالات طرابات الجزاء والتسلم واحتمالية مرح كارت أحمر وانكشف عن أهلية بمعنى مين اللعب اللي مين اللعب اللي يستحق العقاب بالضبط أنا ديت انظار كحاكم ديت انظار للعب البار يقول لي لا ده مش هو ده اللي عمل الخطأ التاني العيب آخر أو طبعا احتمالية كارت أحمل على فكرة مش انظار هناك احتمال لكارت أحمل لا وحتى لو كارت الأصفر لوحد ما يستحقهوش اللي هو تحديد هوية المعاقب هذا الضبط تحديد الهوية لكن احنا بنتكلم بقى على الحاجتين اللي هم المشهولين أو اللي هم التسلل وضرب الجزاء لأن انت عايش في كل مبارنة لازم يكون فيها حالة حالة مشكوك في تسللها وحالة أخرى مشكوك إنها ضرب الجزاء فدي حالات كتير لكن هم دول الأربع حالات فقط فانت بمنتهى البساطة لا يمكن اللجوء للبار إلا في هذه الحالات الأربعة وليس في حالة لا في اللعب اللي كان جارع عليها الهدف فسيمبلي كده أو اختصار شبيد إن الكورة ليست في الحالات الأربعة والهريف بقى إن حاجة بقى هي اللي تخليك تقول إن ده خطأ قانوني عارف ليه؟ لأن الحكم راح شار اللعبة مش المفروض إن الحكم يشوف لو تسلل يشوف لو شك في ضرب الجزاء يشوف لو كان في أي خطأ من الفريق المنافس فبالتالي يلغى الهدف ليس من ضمن هذه الحالات أنت روحت إيه؟ عارف تشوف هنا ممكن تكون تسلل ممكن يراجع التسلل ممكن يراجع لو في خطأ لا عيد اشترك معناه لكن أن يراجع كورة من ضربة سابتة وهي تنفذ خلي بالك أنا أقول لك برضو في المقابل إن تنفيذ الضربة السابتة قانونا لازم تكون الكورة سابتة على الأرض وليست متحركة أو بتتنطب فهذا طبعا معروف أنه في قانون الكورة القدم لكن ما أن مرت اللعبة والحكم تجنبها ومشى اللعب لا يمكن أبدا أن يلجأ أنه يخلي الحكم يراجع هذه اللعبة في الضرب يعني أكا أنه يا كابتو يا دكتور طار راح يراجع هو أنا استأنفت اللعب ولا ما استأنفتش يعني هو اللي استأنف أنت بتراجع هو اللي استأنف هو قدام بالكورة بس عايز أقول لك أنا حاجة في العام الماضي كان في كورة مشهورة جدا أنا بس عايز أتذكر في أي مباراة كان في شك أن الكورة دي تكون ضربة روكين لكن ليس من سلطة الفار وراجعت من صحة أنها كان ضربة روكينية ولا لا ليس من الحالات الأرباع اللي قال عليها البار يا دكتور ده أنا أفكرك بحاجة لأله والمحلة السنة اللي فاتت فاول للمحلة ضربة حرة ما كانتش سليمة بالمرة الحاجة كان حسابها والمحلة سجل منها هدف وطلعوا قالوا فعلا ما هاش فاول بس مش من سلطة الفار مش من سلطة الفار من كورة الدربة الروكينية جيد السنة اللي فاتت أعفقت ودي دجل أصرف في هذا اللقاء ولم يعود الحكم بالضرق من الكورة أن متعادل تليسيونيا ثبت تماما أن هي ليست ضربة روكينية فإذا أنت البعيد عن الأربع حالات دول ليس من حق الحكم إطلاقا أنه يعود للضرق بالإضافة الحاجة مهمة جدا أن مش بس الأربع حالات دول فيه نص خاص محدد باستمراء باستقناف اللعب بيقولك في السنة في اللعب مش من حق أحد يرجع قرار الحكم إطلاقا يعني فيه ناس مستقل باستقناف اللعب بيمنع أي حد زي اللي حصل من أستنفلا النهاردة النهاردة في كورة رمية التماس التماس آه رمية التماس كورة خطأ في رمية التماس لكن لا يمكن العودة إلى هذا الخطأ يعني هنا عمين عمر عساشة هو بيقول أنا ماستقنفتش اللعب يعني لو يطلع في خطأ من لعيب الآلي مدلا الفريق المنافس اللي بياخدها ولكن هنا في هذه الحالة هو رابع كورة ثانية طب من أنت اللي مش شدتك وانت اللي حفظت الهدف وهي دي طبعا خطأ في تنفيذ قانون البار أو بروتوكول البار لما تحبه يستمعون الوقتي فطبعا ما فيش جدل يعني أنا ما عفقدش أنه فيها جدل كبير أحسن واحد شرحها بدقة كاتل أحمد الشناوي لأنه استفاد في شرحها والحقيقة أنا سمعته بارح في قناة وانتاين وسمعته النهاردة في الراديو وسمعته في أكتر من مكان هو الحقيقة استوفى جدا في شرح هذه اللعبة بأن البار لن يكن أصلا يا استدعي وإن أصلا إن حكم لا لا يجب يرجع اللعبة لها البار وإحنا لما شكنا البار مبارح ورجع الكرة راجع اللعبة ما راجعش على أي خطأ أو احتمالية تسلل أو أي شيء آخر ولا الشك بضربات جزائل المهم خلينا بقى واضح أنك أنت يعني أنت لك علاقة وثيقة بالاتحاد الكرة الطائرة ولو وقعه عليك أن ترد على الأستاذ إبريم حيقولك حاجة تجاوبنا عليه اتقال أنه سبب مشاركة الأهل في بطولة الأفريقية في تونس يا دكتور أنه الكابتن فؤاد عبدالسلام رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي عد لللاحة بسرعة عشان تمنع الزمالك من مشاركة لعبيه التلاتة اللاحة دي قديمة ولا جديدة وحقيقة هي بالنسبة لك أنت طبعا ده السؤال وجيه جدا أنا يعني هجاوب عليه من واقعيه الأول هو أن أنا هقول لك اللايحة بتقول إيه بالضبط يا اللايحة موجودة باللغتين الإنسليزية والبرانسية ثم هقول لك شيء مهم جدا أن هناك كان بعد توالي التحاد الجديد اللي هو الوقت الآن هو المشؤول عن إدارة اللعب بكرة طائرة في القارة الإسريقية برئاسة بشرة حجيش كانوا عملوا سوية تعديلات في لويح المسابقات ولكن ليس إطلاقا في بنود اللعب الأجنبي حتى عندما جاء الحديث عن بنود اللعب الأجنبي أنا أقولك طبعا أن أنا كنت واحد ممن كانوا بيطرح رأيهم في هذه التعديلات يعني أنا كنت واحد من الناس اللي اشتغلوا مع لجنة المسابقات بالانتحاد الأفريقي للكرة الطائرة عشان معدل هذه إيدك في الموضوع يعني أنت رئيس اللجنة الإعلامية ولا عودوا فيها في اللجنة الإعلامية رئيس لجنة في الاتحاد الدولي مش كده في الاتحاد الأفريقي في الاتحاد الأفريقي طب قل اللايحة دي كانت إمتى يا دكتور اللايحة دي كانت إمتى اللايحة دي آخر تعديل لها كان عام 2016 يعني اللايحة دي أصلا تأسست بالضغط بالنسبة لأ قدامك أنا كنت باعتها لكم عشان الجزء ده هو فيه الجزء اللي يتغير فيه أي شيء وبرضه هفصر لك لما يقول لك اللايحة كل حاجة في اللايحة ليه الحاجة دي لما يحصل طرح بتعديلات لم يطرح لم يشمل الطرح هذا البن هقول لك ليه لكن مثلا عايز أقول لك فيه بعض التعديلات البجاري منها مثلا أن ما يكون عندك 24 طريق بدل ما تطلع الأول والثاني من كل مجموعة من الموضوعات الأربعة إلى الدور ربع النهاية على طول اللي هو دور الثمانية أصبح هناك فيه دور السفتاشر ده من ضمن التعديلات نحن كنا مشكلة عليها وأنا كنت واحد من المخترحات اللي أنا قدمتها لأن ممكن تيجي مجموعة قوية جدا ممكن تيجي من بعض عيضة فأنا لو سرق مثلا لو مجموعة زي السنادي ما حصل أن المجموعة كان قوية جدا اللي كان فيها النادي الآلي وكان فيها فاتي الكاميرون اللي وصل إلى مرحلة بتقدمة المربع الزابي وكان فيها أيضا النادي القليدي النادي المنظم فكات مجموعة قوية فما تحرمش الطريق اللي هو هطلع ثالث من أمل في أنه يناسب بمعنى قررنا يتعلم دور إضافي اللي هو دور السفتاشر يعني بدل ما تطلع أول اثنين من المجموعات الأربعة والثمانية تطلع الأربعة من كل مجموعة الوستاشر تلاعب أول مع رابع أو تاني مع ثالث زي النظام العالمي طيب بعيدا عن يا دكتور طارق بعيدا عن النصوص ده ما يعنينا أن هذا البند الخاص باللعيبة الأجانب المحتر في فلندية ده من الفين وست وفاد عبدالسلام ما ليش ست سنين تلاعيبة فاجأة مش كده لا لا بص عشان كده أنا حتى وصلت لكم الليحة الكاملة يعني اللي هي بتنص عليها القانون الانتحاد الأفريكي ده ده كده وضحت تماما تعالي بقى للشق المحلي الطائرة المصرية فجينا اتحاد الطائرة بلايحة يعني غريبة الأطوار والشق هعرف رأيك في لايحة الاتحاد المصري الخاصة برقم واحد انه ابتداء من المسم الجديد مفيش اي نادة هيسمح له باكتر من اتنين لعيبة فوق سنة الخمسة وتلاتين ده صحيح ايوه ده صحيح لا لكن هو تم اقرار على السنة الاولانية المسم القادم المسم 22 23 يسمح بتوابه ثلاث لعيبين ممن تجاوزوا 35 أما بداية من المسم التالي وهو مسم 23 24 فيصح فقط باتنين يعني المسم اللي جاي ده ممكن ثلاث فوق 35 يعني النادي القالي عنده مثلا خلينا خلينا اقول القالي عنده كم واحد فوس سن ال 35 او رايحين لل 35 عنده اربعة اربعة منهم اتنين احسن يعني انت اعتقد كنت لفت النظر معنا هنا انه واحد زي احمد صلاح تقريبا افضل لعب في العاب العاب صلاح على مستوى العالم تحقيق للبطولات فعلا احمد صلاح البطولة الافريقية الاخيرة اللي حققها هي البطولة رقم 56 لأحمد صلاح بشكل عام يعني احمد صلاح عنده البطولة الحقق بتاعة الافريقية على مستوى النادي 43 لقب وعنده 12 لقب من القاب اللي حققها بقى منتخب مصر فبقى عنده 55 لقب وبالمناسبة احمد الاحمر واحمد صلاح هم اعظم لاعبين ليس فقط على المستوى المحلي عندنا في مصر ولا الافريقي هم من اعظم اللعيبة اللي حقققوا انجازات وعدد كبير من البطولات لكن احمد الاحمر الاحمر يخذ مصر وخذ بطولة كأس القوس الانفرقية عنده كم بطولة كده بقى عنده 50 فارق بين اللاعبين 6 بطولات 50 يعني احمد لا احمد ما شاء الله خمسين بطولة وا احمد صلاح ما شاء الله 56 بطولة 56 بطولة فارق 6 بطولات بين 2 فلازال احمد صلاح اكتر لاعب حقق بطولات ليس فقط على مستوى الكرة الطائرة بل على مستوى ذنبع الألعاب مفيش لعب على وجه الكرة الأرضية حقها زي صلاح 56 لقب فاكر أنت يعني بعض اللعيبة حتى على مستوى كرة القدم الأحد الأقصى في العالم كله هو 38 لقب 38 بطولة يعني كرة القدم اللي هي يعني الأقصى يمكن شعبية لكن في الكرة الطائرة لم يحقق أي لعب كرة السلة لم يحقق أي لعب فلا يوجد الأحمد صلاح فقط هو اللاعب الوحيد على وجه الكرة الأرضية اللي رصيده أصبح الآن في هذه البطولة اللي رفع كأسها إلى 55 لقب هذا البند في اللايحة بهذا الشكل المدار الأساسي أو المباشر منه هيكون النادي الأهلي على الأقل في صلاحه عم سلام بص حوالك على حاجة أنا كنت تحدث في الحقيقة كثير مع أعضاء إتحاد المصري الكرة الطائرة في هذه العدلات وهو كان فيه مباردات في كل حاجة تم تغييرها في اللايحة وعلى رقصها حكثي الحكاية ديت إنه لا يوجد أكتر من تلات لعيبة فقط في أول موسك من من هم فوق 35 سنة وبعدين على أن يقل العدد للاعبين فقط بداية من الموسك بعد قادم يعني السنة الجاية ثلاثة السنة الجاية ثلاثة السنة الجاية ثلاثة السنة الجاية ثلاثة اللي بعدها يبقى أثنين لو ما سألت يعني إيه ما هو مبارد في هذا القرار قيل أن هناك العديد من الأنبياء بعيداً عن الأهلي والزمالك يعني اللي هما ممكن يكونوا الأقل اعتبداً على السن الكبيرة إن فيه أنبياء بتبقى عندها لعيبة يعني زي ما كنت تقول المداربين بيخافوا منهم فبيلعبوهم بشكل مستمر طب هو يعني معلش يا دكتور مدرب عنده لعيب كبير في السن وبيلعبو غزباً عنه أو خوفاً منه زي ما هم تفسيرهم هو الاتحاد ماله مالنادي هو اللي بيخسر المباراة يعني لو اللاعب مش مجدي الفريق هو اللي بيخسر بصد عملت احطائية عندهم من بعض المدربين قالوا فيها إن تقريباً فيه اثنين وتلاتين لعب ممن هم تجاوزوا سن الخمسة وتلاتين في الأنبياء كلها فلا عطواً عدد اللي ذكروك حوال سبعين لأحد حاجة وسبعين لأحد يعني عشانين خني أقدر يا كابت دكتور طارق يقول يا ستاسني اللاعب الدوليين يعني ما يبقى عندك لعيب بقيمة كابتن أحمد صلاح و واخدين نحسا دعب في أفريقيا لغاية مبارح اه ايوه بالضطع وهو بالضطع وعنده فرص نضيف المزيد من الألقاظ تم تستثني اللاعب الدولي انت ليه هذا المبطرد اللي هو كان يكون لكن هو الحقيقة اللي حد عملت على عجل سوية على عجل يعني هو ندمر لعبة على عجل يا دكتور بص حولك الحاجة اللي لم يتم من أخذ في اعتبار أمر آخر يعني غالف الأهمية وهو انت لا يزيد عدد لعيب الزوية الصفة الدولية او هما اللعيب الدوليين اه ده بقى خلينا أقوله لأستاذة المشاهدي بس عشان تعال انه اي فريق مش مسموح له يسجل في قيمته اكتر من ثمان لعبة دوليين اه وعرف اللعب الدولي قالك اللي هيفضل يلعب في المنتخب تزول عام الصفة الدولية لو قعد سنتين ما يروحش المنتخب قبل كده هو دولي مالكش الا تمانية دوليين ده ايه هي دي برضو انا باخد عليها لانك انت النادي اللي قدمناك ثمان لعبة دوليين او اكتر فهذا النادي انت بتعاقبه يكرم طبعا عنده عدد كثير من اللعيبة الدوليين عندك انت بسجد كمان انا انا لا يمكن استوعب ان اللي حطت البند ده كان في كامل وعيه لا يمكن لا يمكن استوعب ده بصراحة يعني انت بتعاقب اي نادي يا دكتور اي نادي مهمته يعمل كواليتي عالي من اللعيبة يخدم المنتخب انت بتعاقبه لا هو في نقطة في نقطة اخطر دكتور طارق في الحتة دي ان كنت بتضعفني في مواجد بطولات الاقليمية وربما العالمية ما انه لو رحت مثلا بطولة اهلتني بطولة العالم يبقى انت مكتفني ليه وانا عندي لعيبة اضطرت اصيبها وكلها لعيبة دولية يعني ده الكلام بقى المظبوص المنادي حتى بداش اللعيبة على المستوى الدولي بنتكلم مثلا حالي حالي نتكلم عن المستوى الافريق النادي الآن لعب التراج التونسي في النهاية كان عنده كان لعيب دولي فريق التراج التونسي تسع لعبين تسع تسع لعبين دوليين باللاحة المصرية لا ما ينفعش اللعيبة الدوليين حتبقى فرصة المنافسة العالبية يبقى عندها ما بين تمانية وتسعة وعشر لعيبة في وقت ثماني كان العام الماضي اللي هو اللي التراج خد لقب السنة اللي فاتت انا حتى كنت موجود في البطولة الافريقية بتونس كان طريق التراج اللي لاعب وفاس باللقب كان عنده عشر لعيبة دوليين عشر يعني تقريبا الفرقة كلها إلا لعبين لا ده في سؤال تاني يا دكتور قانوني شوية أنا بدأت الموسم وملتزم برأي سيادتك أن أنا عند تمانية دوليين ومشيت التلاتة الدوليين التانيين إرضاءا لمخ سعادتك أثناء أثناء الموسم جهاز المنتخب اختار حد من لعبتي ما هواش دولي أصبح عندي تسعة دوليين ها يعني طبعا أم مخالف أي فريق تاني هيطعم فيه لسبب أن فيه مدرب للمنتخب اختار واحد من عندي عندي تسعة لا لو لو من تمانية دوليين اتعور لك اتنين فيه مشكلة تانية أقول لك عنها إيه آه المشكلة اللي ممكن تحصل في هذه الحالة إن الوقتي أصبح الوقتي الجهاز المنتخب بعد طبعا كبر سن عدد كبير من نجوم المنتخب بقى لي بسط على اللعيبة صغار السن اللي هو من المنتخبات منتخب 21 أنا كنادي هخبيهم عن المنتخب مش حيث المنتخب يشوفهم آه فأنت متخيم إنه ممكن مثلا من الصغيرين اللي هما أصلا من الساوياتين ينضمن المنتخب الأول اللي هو اللعيب مميز فدي برضو هتعمل مشكلة تانية لكن برضو أنا أستاذ ابراهيب طب مبرره واحد أو نديين لا عشان تتوزع اللعيبة الدوليين اللعيبة الأقوياء طب مبسيطة جدا مبسيطة جدا يحلاها عند المدرب بتاع المنتخب يقولوا ما تاخدش من أي فرق أكتر من عدد كذا حلاها عنده هو مش عند الأسندية بس خلدي بالك ولا يقترب من الجهاز الفدي لأي منتخب حيختار بحد أكتر عدد معين أنا باختار أنا عايز مثلا كتشكيل اللي أنا حلعب بيها هي ما بين 11 و 14 لعب أحيانا بعض بطلات 11 لعب وأحيانا بعض بطلات 14 لعب فأنا لازم حياخد اثنين لبرومات حياخد أفضل اثنين إن شاء الله حتى لو الاثنين من ندي واحد طب خلاص يعني إذا كان عنده رؤية فنية مسبقة عند المدير الفني يبقى ما فيش داع أن أنا أضغط على الأندية وأحزمها بالتمانية هو بص أنا الحقيقة تحدثت كتير مع حتى رئيس الاتحاد البطل اللي كان بتقيره وراج المتفايد جدا نصفية على جدوى هذه التعديلات والسجيرات فهو بررها لبحدث أولا إن هو كبار السن عشان نخلص كبار السن ده بيقلدوا فيه تأليد أعمى الدكتور حسن مصطفى في الهندبول بس عملوا بالعكس بس عملوا عكسية لأنه حسن مصطفى وقتها قال لك اللعيب اللي فوقه سنة الخمسة وتلاتين ومش في المنتخب مايتسجلش مش اللي في المنتخب مش اللي في المنتخب مايلعبش لا لا هو طبعا هو طبعا هذا القمر فيه جمد على أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام اللي هما مصنطين كنين من أعظم حاجة غريبة جدا إن أنت هتكبر وما زالوا قدريين وعندهم فرص يعملوا أحسن وهم أحسنوا في أفريقيا وبالضبط وهم في البطولة يعني انت تتكلم عن صلاح اللي هو لسه أول أمس كان أحسن لعب في بطولة وحصل على لقب أحسن على فكرة بالملذة أحمد صلاح حصل على لقب أحسن لعب في بطولة أفريقيا دية اللي هي الأنبياء الأبطال سنة 2004 أول مرة يعني من 18 سنة 2004 والسنة دي 2020 بفاصل 18 سنة لن يحدث بكي لعب في التاريخ خد لقب أحسن لعب بهذا الفاصل الكبير اللي أحمد صلاح اللي هو زي مؤترك عنده اللي هو مش عاجب الاتحاد في حاجة بس عايزة أركز عليها لأن انت اتدل فيها كلامك اللي هي حصة ان الكابل واد عبد السلام غير اللايحة هو عمل أولا لا يملك شخص انه يغير اللايحة بيه أول حاجة أنا بكلمك هوية اللي يغير اللايحة هي توصية من مجل المسابقات مكونة من عشر أفراد العشرة دول يعملوا توصية لمجل استدارة الاتحاد الأفريقي هو اللي يوافق على التوصية ويا ما يوافق وعلى فكرة كان فيه تقريبا حوالي خمسة وعشرين توصية مختلفة اللي توافق عليهم من نص بس من نص داي لم يتم الموافقة عليها وإلا فيم وستاشر كان كابتن فوضع بسلام في الرئيس اللجنة الفنية برضو لا هو في لجنة المسابقات اللي هي بالفنية الاس او سي يعني ما كانش هو مسؤول عن وضع اللايحة دي أصلا لا ده اللجنة كان لعشر أفراد من ضمن الناس اللي هتخطوا أجامهم بعض هذه التعديلات بس باتكلم عن اللاعب الأجنادي وكان ليه عايز أقولك ليه لن يتم الموافقة على أي تعديل في هذه البقية لأن البند بتاع اللعيب الأجانب بيحتوي على ثمان مواد كل مادة منهم ليها هدف معين يعني بيقولك بشرا ان اللعيب الأجنادي ده لابد ان يكون اتنقل للنادي ثلاث سهور قبل بداية البطولة واضحة واضحة جدا ماشي طب ليه ثلاث سهور قالك لأ ما ميجيش نادي معاش وقت فنوس يروح يشتري يأجر بطولة الديليفري بقى الديليفري أه بذبط تسلم لك اللي اللعيب اللي هو ممكن ييجي يكسبك بطولة ده ممكن انت تتعاقل معاه عشر تيام بتاع البطولة يجي قبل البطولة بيومين وده حصل في مصر بالضبط عموما يا دكتور احنا ساعدنا بك جدا وانت ما ينفعش معاك المدخلات انت لازمة لقاعدة تطول شوية شكريها دكتور شكرا جزيلا للناقض الرياضي الموسوعة الدكتور نفس العقلية نفس العقلية ومن نفس الشخص اللي قال مصطفى فهم يغير اللايحة لأنه دي الله وطلع فيكن الزمالكاوي معاه قال له ما فيش حد بيوح برضو يغير اللايحة وفيش شمشون لوحده شفنا فهد عب سلام الراجل ما كانش موجود في اللجنة والدكتور طرق الأدور قال لك وانا كنت موجود في اللجنة وكان فيها عشرة ومن 2016 ومن 2016 لكن يتهم الاهل فيها النهاردة نطلع لفاصل أخير وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد شفنا قبل الفاصل وإحنا بنشير للروح الرياضية إزاي الأشقاء في تونس بيقدروا الأهل وفوزوا ببطولة أفريقيا للطائر وإحنا بنهاني ناد الزمالك ببطولة أفريقيا لليد استغربنا إنه الكابتن خالد الغندور يبقى منزعج ليه أو يفسر عدم مشاركة الزمالك عشان نقدر نجيب الثلاث فقرات اللي انت عايزهم مش هنعلق تأكيدا للروح الرياضية العربية الأهلي وأزمة الكاف الرأي من الجزائر الكابتن رفيق صايفي عن موقف الأهلي والكاف الأزمة فين ومن الغلطات بيعمر بعض الخامس لإقامة نهاية فيها 30 من يونيو من المخطأ؟ بالنسبة لنا الكاف الكافية المخطأ أول شي هل شفت مشاكل في تشمبيونس ليج الأوروبية؟ لا من البداية تعرف النهائي أين يلعب الدول التي أعطات الاستضافة للنهائي مستوى جيد نتكلم على سينيغال ملعب الجديد نتكلم على جنوب إفريقيا يعني هذه الدول اللي قدمت فيها ملعب عالمية من البداية من البداية قبل ما تبدأ البطولة نعمل قرعة ونختارها ما نوصلوش اليوم لهذا المشكل ولكن من قبل انتك اتحادية كبيرة كاف انت من البداية تعمل عامل احترافي البطولة تبدأ عارف النهائي أين رح يكون الخطأ الكبير هو الكاف هو الكاف الذي يتحمل من الجزائر رفيق صيفي كابتن رفيق صيفي من العراق صديقنا العزيز المحلل والصحفي والمدرب والكابتن واللاعب ميسم عادل من العراق نسمعه على ما يبدو أن الناد الأهلي يدفع ثمن مقولة بلاتر الرئيس الفيفا السابق الذي خاطب بها عيسى حياته الرئيس السابق للكاف هذه المقولة كانت بما معناه أنه أنتم معدكم غير الناد الأهلي هو اللي يمثل القارة الأفريقية في كأس أندية العالم يعني أنتم معدكم غير الأهلي هاي هاي الاندية الأخرى وينها كل ما أجي أشوف بطول الكأس لديه العالم أجد الناد الأهلي يلعب فيها وين انديةكم على ما يبدو أن هذه المقولة ضجت مضاجع رجالات الكاف رغم تغير الأسماء والشخصيات على مر العصور وعلى مر الأزمان لكنها تؤرقهم ويريدون أن يثبتوا أن القارة الأفريقية فيها أندية غير الناد الأهلي علما أن الناد الأهلي بيض وجه القارة السوداء عندما دائما ما يكون العلامة الفارقة في كل البطولات اللي يمثل فيها هذه القارة عندما أسنت الكاف إلى المغرب وإلى نفس المدينة بمناسبتين متتاليتين نهاء دور أبطال أفريقيا هذا بحد ذاته خرق لكل القوانين والأنظمة المتعارف عليها في الاتحادات القارية أنا أقول هناك أهزوجة عراقية جميلة تقول هنا ملعب أو هذا ملعب وذاك ملعب وين ما تردون نلعب فالأهلي إن شاء الله بقوة رجالاته ولاعبي وجهاز الفني في أي ملعب سيتغلب على المصاعب وسيحصل على هذه البطولة بإذن الله ومن العراق إلى تونس للأسف دي همنا الوقت ليه عندنا لسه لسه عندنا دقتين لا الوقت للأسف مش هيسمح لكن تعليقك الأخير على ما يسم وعلى رفيق سايفي وعلى ما لم يسمع من الإعلام التونسي من الإعلام التونسي أن الكل بيقول يعني طبعا هو ما يسمى بس دخل في حتة تانية هو الاتحاد الإفريقي بيدفع تمن مقول البلاتر اللي كرر أنفنتينو بالمناسبة آخر طول كل مجا أوزع جوازها لأيني بسلم على الأهل فطبعا مسألة الملعب لا تترك إلى اللحظات الأخيرة وده أمر كان ينبغي وبعدين قلت لك في حلقة مفقودة عاديين ننقشها بعد كده لأن الحلقة مفقودة دي تخصنا هنا جزء كبير من اللي إحنا فيه كان لعدم الإفساح عن الخطاب الوارد بطلبات التنظيم للمباراة النهائية اللي عمال يقولك الأهل ما طلبش لأنه لم يطرع علينا الخطاب والأهل ما بيطلبش المفروض أن الاتحاد المصري كان يطلب التنظيم لأي قالك ده غلطة تضاف إلى سلسلة من الأخطاء المؤسرة الأهل ما طلبش لأنه مش من حق يطلب ولا من حق أي نادي يطلب لأنه ما فيش نادي يملك ضمانة أنه هيلعب في النهائي ما فيش حد هيقضي ما على التنظيم العرض قد لا يشارك فيه دي كرة فالمسؤولية مسؤولية الاتحادات الاتحاد المصري أخطأ والاتحاد القري إنحاز هو ده اللي حصل أعتقد صحيح لكن في كل الأحوال موقف الأهل إن شاء الله يتغلب اللعبون على كل هذه الظروف الصعبة ويحاول يخرج من مأزق النتائج المحلية غير المرضية لجمهيرهم وعلى كل اللعبين أن يتحملوا ويا جمهير الأهل اتحدوا والتفوا حول الأهل شكرا لحضراتكم دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين